السلام عليكم على كل اللي بيسمعنا النهاردة مش هنتكلم عن الديتا ومش هنتكلم في طوبيك تيكنيكا زي كل مرة النهاردة هنتكلم عن فيزا للإقامة والعمل في المملكة المتحدة اللي هي إنجلترا واسكوتلندا ويلز وآيرلندا الشمالية بس الأول احنا معنا مش مهندس مصطفى محمود ازاك يا مصطفى ازاك يا مصطفى ازاك يا مرحب اوكي ازاك الحمد لله وصطفى احنا النهاردة عايزين يعني اللي بيطلع فينا يتكلم في فيديوهات وهو عايش برة او حتى هو عايش برة وحطيتها اللينك دين وبيتسأل اسئلة كتير عن السفر ازاي أسافر أشتغل برة ازاي أسافر وعيش برة وما اننا ان احنا في انجلترا واحنا دورنا في الموضوع ده شوية احنا اتكلمنا بينا وبين بعض على فكرة ان احنا نتكلم على نوع الفيزا دي عشان هو مش منتشر وسط المصريين والعرب قوي بينما هو انتشر في جنسيات تانية زي ما انت كنت وضحت لي بلي كده فالطوبيك بتاع النهاردة للناس اللي بتسمعنا هو جلوبال تالين فيزا ودي فيزا للإقوامة والعمل في المملكة المتحدة هنا واللي المتميزين في مجالات معينة فاول حاجة عايزين نقول مين الاوديونس او مين اللي الكلام ده مفيد بالنسبة فا ايه رأيك مصطفى يعني مين اللي هيبقى الكلام ده مفيد لي الاول يعني بسلم على الشباب يعني نسمعنا اهروا سلام بيهم والطوبيك ده احنا الاول بس اذا اكد احنا مش بتكلم عمتنا عن الصفر عامة يعني مش في التجارب الحياتية والكلام ده مش ده الهدف تاعد الطوبيك ولا بنتكلم على الصفر بشكل عام في انجلترا برضو ده مش تهرب تاعد الطوبيك الهدف تاعد الطوبيك تحديدا الصفر لان احنا بنديسكاس الصفر لسبيشال في انجلترا وازي ممكن نستفد منها طيب الفيزا اللي بنتكلم عليه اللي اسمها جلوبالتان فيزا دي مين الاوديينس او يعني الفيديو ده لو حد مهتم بالفيزا دي مين الاوديينس اللي ممكن يستفدوا بالفيزا دي هم بشكل عام اي حد شغال في مجال الائتي اي ان كان الائتي يعني مفيش تحديد يعني السؤال هكذا احاول اضحى عشان ما حدش سأل السؤال ده في الكومنتات انت شغال اي حاجة اي تي فغالبا محتاجين يعني ممكن تكون مهتما بالفيديو ده او ممكن تكون بالتارجة الفيزا دي الاكاديميين يعني انت خريج اي كلية اكاديمية لعلاقة بالتيك شوية طبعا في حاجات تانية بس احنا برضو من ضمن الحاجات انا نتكلم عنها بقى شوية احنا بنتكلم في الجزء من يعني فيزا دي فيها تفاصيل جديد هناخد شريحة منها كده ونتكلم عنها فاي حد برضو مني في مجال التك كاكاديمي يعني مثلا انت خريج هندسة وش عالف شغال في حاجة اللي علاقة بالتكنولوجي بالفينتيك بالمجال ده عامة بالريسيرش طبعا اي او يمشير هما التوب دلوقتي في المناسبة يعني في الحتة دي بس اصد عامة اي حاجة اللي علاقة بالمجال التكنولوجي فحنا كنا قلنا الناس اي تي كلهم او حتى مش خريج هندسة يعني او لو شخش شغال في المجال عمل كريشيفت مثلا اه بالزبط بس اه يعني دي حتة حلوة هنا ناس شغال في التك محددناش خارجين ايه في الاكاديميين في الاكاديميين في الاغلب لازم تكون خارج كلية تكنية لانك انت هنتكلم بعد شوية ليه ده فهمي الفيزا يعني اوكي ودي هنقول ديسكريما كمان شوية وهي نقطة كمان عايزة اقولها ان الفيزا دي مش اللي بيقدم عليها هما التك بس فيه ناس زي ما انت قلت في الاكاديميا والريسيرش حتى لو في مجال مش اي تي وفيه ناس في الارتسان كولتر في مجالات الفنون المختلفة وفيه ديشتال تكنولوجي اللي هي الاي تي بس احنا مما اننا ناس بتاعت اي تي فاحنا هنتكلم من البروزيس من وجهة النظر بتاعت الناس بتاعت الاي تي بس انا بصبع احنا فهمش في الاوت ويكالش اصلا فبعننا تخطينا حتة الاوديونس احنا بنكلم الناس بتاعت التاك والاي تي حتة الديسكليمر ان احنا ايه الديسكليمر دي احنا نقوله ايه المعلومات عندي كم ديسكليمر مهمين انا مش محامي ولا افقى في المحامة ولا افقى في قولين الهجرة وكل كلام بقوله هو لا يأخذ بمفهوم حتى الصح بيتخط نسبة 50% هي تجربة هي تجربة وفهم يعني احنا هتنشير مع بعض احنا هنشير موقع الحكومة هنقرأ اللي احنا فعامينه منه وهقولكم ايه اللي حصل معايا فيها يعني فانت ممكن بعد الكامل اللي قوله ده مبدئيا قوانين في انجلتها معلومة برضو بديسكليمر مهم ان القوانين في انجلتها تغيير كتير جدا بذلك قوانين هيجران في عندهم هنا يعني حب التغيير قوانين كتير فممكن كما نقول فيديو ده كمان سانة رقاش فالد فانتازم ترجع اللينكات هنحطها في الديسكريبش ايه اللي كان كويس وفهمها كويس حاجة تانية المعلومات او النصائح اللي بنقولها دي هي نصائح عامة يعني جايدانس عام بنشارع تجربة لا تصلح نية انطبق على كل الناس وانت استخدها تقرأ انت هل ده ينطبق عليك وتقرأ التفاصيل الموجودة في اللينكات ومن ادارة الهجرة هنا ان انا مش بدي نصائح ولا بدي كومنش انك تقدم عليها احد انا بقولك ان في فيزا بشاك كده مش شرط انك تقدم عليها ولا بشجع عشان بتقدم وما تقدمش ولا بشجع عشان برضو عالصفر ان دي برضو حيطة مهمة انا مش هدفين فيديو اقول لكم سافلوا او قدموا عالصفر او سافل انجلترا او انجلترا ده ولا حلو ولا وحش ده برضو مش ما ريش علاكم الفيديو ودي نقطة احنا بدي انا مش نعيش في المنقطة دي انا بفترض في فرضية دي ان انت عايز تجسر في انجلترا وانا كنت بدور على طور الصفر وانا بقولك احد الطور انا عملت ايه فيها او انت حتى هنا في انجلترا وعلى فيزا تانية وعايز تسويتش على الفيزا بالضبط الموضوع موجود لناس المسافرة اصلا فبشكل عام احنا مش بندي نصيحة لصفر بس بنقول بنقولك ايه اللي موجود وانت اخد قرارك على اساس ده بعد ما تحسب فيه اعتقد ان احنا خلصنا كده فممكن نخش على ايه اللي موجود اصلا او اين الطبيعية بتاعت ان حد ييجي يشتغل هنا في انجلترا طبعا احنا نتكلم من ناحية فانا هقولك اللي انا بشوفه ان اغلب الناس بتيجي هنا انجلترا على حاجة اسمها سكيلد ووركر فيزا دي اه هو الفيزا اللي انا فهمه ان فيه تيرز منها او ام فهي اسكيلد ووركر دي ويسموها تير تو فيزا فالسكيلد ووركر هي للناس اللي شاطرين في مجال معين في مجموعة شركات هنا في انجلترا لها حق انها تجيب عمال من برا الناس تيجي تشتغل عندها عشان فيه نقص عمالة في انجلترا بالزاد بعد البريكزيت واللي حصل ده وممكن قبلها كان ان فيه حاجات برضو اسكيم زي دي ففي انواع عمالة فيها نقص منها المبرمجين والناس اللي شغالين في مجالات الاي تي فالحكومة بدأت تسمح لهم هاتوا ناس من برا طالما انتوا عملتوا اعلان للجوب دي هنا في انجلترا وما لقيتوش ناس مؤهلين وعرفتوا تثبيته ده فخلص هاتوا ناس من برا وحنا هنسمح لكم تدفعونا فلوس كحكومة عشان تجيبوا الناس دي وتبقوا اسموك الاسبونسور بتاعهم او الراعي بتاع الناس دي او ما رايش يعني الكفيل انا عارفنا لا تحبش الكلمة دي بس هي يعني والله انا معرفش يعني انا عارفنا الكلمة السبونسور في نفس الناس ما دعم بس في مخامي عربي لطيف يعني هو بيترجمها وراك هي نفس الكنس بالكفالة يعني انت قاعد على كفيل هي الشركة دي اللي بتكفل او بتقدمك الفيزة بتاعتك يعني وهم المسؤولين على كعينة الفيزية مش موجود انت قاعد في انجلتر بس يعني يعني معلش انا حبيت اقول الكلمة دي الشنكيمة دي بتاعتقيلة على الناس كثير بس انا حبيت اقولها هي زي كده هي ايه يعني او بالضبط ان هي الفكرة ان اللي انا عليها بالمناسبة ان الشركة بتبقى الكفيل بتاعك بالنسبة للحكومة ولو انا مشيت من الشغل او الشركة مشيتني فده معناه ان انا مليش حق بدوني ستين يوم هدور فيه على كفيل تاني يتبناني ويشغلني عنده ويبسك الكفالة من الكفيل دي وبقى انا شغالة عند الشركة الجديدة دي ويبقى شخص ليه حق الكفالة ده او شركة ليها حق الكفالة ده فدي الفيزة اللي انا عليه الفيزة دي عشان اخد اقامة دايما في انجلترا محتاج اعود خمس سنين عشان اخد الجنسية بتاك ست سنين اللي هي خمس سنين بلس السنة خمس سنين تدفع درايب يعني لو انت في النص عادت فترة مسلا تفعش درايب لا يعني هي النقطة مهمة جدا هي حيث الدرايب هي مهمة جاعدت لو انجلترا خمس سنين كطالب مسلا نعم مش تاخد جللي كومة دايما هي خمس سنين فول تايم شوك يعني لك الدرايب بحتاج ربطة هما جايبينك تدفع درايب عشان نصرف على الناس الكبيرة والعواجيز اللي عندنا اللي عندين مرشوا لو عايشين على كفلات الحكومة بس انيوي الفكرة كلها ان انت ديبندن جدا على الشركة اللي انت فيها فدي دي مسلا من عيوب مش عارف لو فيه بوينت ستاني عايز توضحها بس هي دي اللي اجلب الناس اللي هتعملت معاهم عليها اللي شغلين في مجال اي تي طبعا يعني احنا اختصارا قلنا نستين يوم متسافرة طبعا فيت فاصيل كتير بس يعني احنا مش هينفع نسكور نمسك قانون بقى ونقول ايه طبعا يعني في السرعة كانو حقدم على ماجستير وتروح تتشغل دراسة غير متى شهورة تانية وترجع تاني وفيه قصص بقى ولمتجاوزين عندهم قصص اه خلينا نفترض بنتكلم على النورمال كيس انك ده يعني يعني تشتغل يعني لكن فيه تفاصيل كتير في النص يعني ممكن تعملها بس احنا مش هننسكور من الموضوعي بس هي فيه تفاصيل بس هي مش واردية قوية ومش سهلة قوية يعني خلينا نقول ان الشخص اللي بره انجلترا وعايز ييجي انجلترا البروستس الطبيعية بتاعته انه هو بيدور على شركة عليها حق الكفالة دي وبيقدم عليها ولما بيتقابل في الانترفيو بروستس بتاعته الشركة دي بتتكله وبتجيبه انجلترا ودي اغلب الناس عليها اه طيب احنا هنتكلم على نوع فيزا تاني اسمه ال وحنا قلنا عيوب الالسكيلدوركر فيزا ان انت الانبلوير بتاعي فايه بقى البنيفيتس بتاعت الجلوبال تاني فيزا او احنا ليه جايين نتكلم على نوع فيزا جديد طالما في بروستس ان وفي شركات بتعمل الكفالة او السبونسورشيب دي اه تعالي اول نبدأ يعني في حيط عشان في ناس يعني اعزة دي في كبير يعني برضو دلوقتي في كل دول العالم دلوقتي في نقص في في العمالة المهيرة يعني انت دلوقتي نتخليك حسبتهم مثلا في مصر ماشي وانت شغلت شوية وعندك خبر في التكنولوجيا وانت شاطر انت بيج اسيت لأي مكان في العالم انا عارف ان الناس يعني المبوضة بيبقى بس اي الناس طبطة يا بس انت فعلا بيج اسيت لأي مكان والدول بتتخنع عليك هي المعركة دلوقتي الحالية في العالم هي معركة تكنولوجي معركة تورد مين هيزبق اكتر في التكنولوجيا والمجال يعني حل والاوتوميشن حتى كل الصناعات يعني فامريكا مثلا هيزبق كل الدول مثلا عندها يعني نظام معين للهجرة والكلام ده وازاي بتجيب الكفاءات عندها كندا عندها نفس الكلام وعندها نظام هجرة استراليا كل ألمانيا عندها فيزا مخصوصة للناس يشعر في المجال ده وعندها تراك بولندا انا كنت عادت في بولندا بعد كده عندها يعني فيزا مخصوصة وليها اشعر في طريب مخصوصة لكام ده هولندا عندها بعضو مش عارف تفاصيل فأنا عايز اقوله ان هي القصة كلها ان احنا عايزين نستقدم كفاءات طيب انجلترا ما كانش عندها كونسفت اصلا طريقة غير انك تيجي على حاجة زي سبونسورشيب اللي هي اللي كريم قال عليها او انك كانت يكون معك فلوس كتير فتيجي تعمل مشروع هنا وليها شروط معين طيب طبعا زي ما قلنا فيه تفاصيل مش هنفع أولى وليها زي الطلاب والنجاي والكلام ده طيب فبدأت فيه حاجة مفسة اننا هزين نشوف طريقة نستقطب نستقطب ناس تيجي هنا انجلترا تكونوا كفاءات يعودوا هنا مش شرط يشتغلوا هنا وليها حدة مهمة جدا فأنا لأتي عايزة انا شوفت كريم مثلا اجل شطر في مجال الديتا طيب انا عايزة تديروا طريقة مالهاش علاقة بالشركات في انجلترا ان يجي يقعد هنا لان هم يجي يقعد هنا ده نتكلم عليك كمان شوية في الفيزا انت بتفيد المجتمع مش بس في الضغائبات هوا الضغائبات حتى مهمة جدا تريد تشتغل هنا حتى لو راموتلي وتتساعد البد بس كمان انت بتعمل جود في المجتمع بتساعد في كوميونيتي وبتعمل سيشنز بموافقة الكفيل بتاعي بس مش من حق ان انا اروح اشتغل بارتايم مع شركة معينة او ان انا ابقى شغال فريلانسر مثلا لو كل شوية عامل حاجة او كونسلتنت مع شركات كتير بينما انا ممكن اكون شخص سكيلد انف ان انا مش عايز اشتغل مع شركة واحدة انا عايز ادي افيد شركات كتير دي مثلا حاجة لسكيلد ووركور فيزا مبتدينيش الحقيق لها بالضبط يعني انت دارتي لو انت واحد قاعد في انجلترا على سكيلد ووركور وعايز تفضل حاجة لك شركة وتشتغل في لانسنج مع شركة في امريكا ده مش هينفع الا لو انت برضو يعني برضو عشان ديك اسمها موجودة لو انت سكيلد ووركور مراتك تقدر تشتغل هي بتعمل كلام ده او العكس لو مراتك تشتغل هي على سكيلد ووركور وانت ديبندنت لها تقدر تشتغل تعمل شركة نفسك مش سعلي تمام انت اقومتك في البرد وانت فعل ضربوا كلام ده بس انت لوقتها ما يبقاش اسمك سكيلد ووركور لا لا بس فيزا بس هي هي القصة انت فعلا مش تبقى انت مش حور انك تعمل انت عايز مش نفعش تقول مسلا عايز اعود فترة اشار في لانسنج او بارتايم او ما ينفعش اشار بارتايم النص طبعا ان كده يكون معاك عقد الشركة بتسمحك زي كده واعتقدش في شركة تتدي فول تايم تسمحك زي كده الزبط طيب احنا كنا بنقول البنيفيتس بتاعة الفيزا دي اللي هي اللي هي بتوفر هون الفيزا دي بتدعو ناية عليها زي ما قلنا فيها طفوزة كتب فيها تير وان دي الانتربرونيرشيب اللي هي اللي واحد بيجي انفست فلوس دي مش نتكلم عليها في ناس تعمل art والculture مش نتكلم عليهم في ناس كتير كده ناخد كتير بتاعتنا احنا بقى الميزة بتاعتها ان انا دلوقتي اقدر اروح بلد تانية واشتغل مثلا في انجلترا مثلا واقعد حور نحن مثلا اقعد هنا اس الشركة واشتغل في لانسينج او اشتغل في اي شركة من غير سبو مصرش يعني فكرة حور يعني فتسنا احرار يعني احرار علي لو انا مش اقعد على الشركة اه انت مش اقعد على الشركة ولو الشركة مدقيك عم بحكم ارى وخليك اقعد في البلد لا لا في دوني انت وقعد والله يا معا في دوني ونوح المحاكم سوى انا اقعد في البلد كمش الان هي بتدي جزء التاني ان هي فيها نوعين نوع الاول اسمه يعني كم يكون شوية اه promising talent والexception talent اللي اتنين بيديك احناك تقعد في البلد من غير ايفيس خمس سنين على اقل حل طبع ممكن تقعد امتلاتة وبعد كنت اكستين بس هو تويتر خمسة وبعد كنت اقعد مع القومة دايما بس هي الفكرة في ايه انك انت مش مربوط بحاجة ماشي طب هل هم باكتين ايه هم الكاسبين زي ما انت انت مسا اخراكت بلدك مسلا عايز تغير بس انت بلدك بس هو مكان الكاسبين انك انت بتدفع ضغيب كتير يعني هنا في انك انت متواصل ضغيب ما تفعش رقم ده فالمهم ده جانباتنا اول ميزة انك انت حر بتغير تروح تشتغل هنا وتجيب لو انت اتجوزت وجيب قصورتك عادي واولادك محدش دي عندك حاجة ولما بتيجي بالمناسبة لو انت مسلا بتيجي مراتك بتبقى بقيته و دي حاجة حلوة جدا جدا كمان يعني هي كده كمان بقت حرة كمان تقعد هنا هوات يعني بتغير تشتغل وتأسس الشركة وخلاص حتى مش دي بندنت خلاص هي تي وان دي بندنت اه بس هي كان بقت حرة كمان مش يعني مش مول زمنة تقعد تبقى شغالة او تبقى يعني لو انت مش شغال مع شركة هي كان مش مول زمن تقعد شغالة يعني اه هي لو انت ومراتك دي بندنت على لو الفيزا بتاعتك كنسلت لو انت ما كملش شغل ما انت خلاص ان هي تتجع مص لكن خمس سنين انتو الاتنين تقدر تقعد خمس سنين في البلد ما فيش حد يقدر يقولك لا مش هقض يعني او امشي ما انت قعد وبعد خمس سنين اوتوماتيك تخش على القمى دايما يعني هو حتى بيقولك انت يعني ما فيش فايدة انك انت تتزود على خمس سنين انت بعد خمس سنين انت ضايق تخش القمى دايما النص انك انت تفعش ضعيب وكلام ده طيب في بس تكة ان ال ماشي اللي هي اللي فيزا اللي هي نوعين وده هنتكلم بتفصيل كمان شوي بتقدر تقدم على القمى دايما بعد ثلاث سنين مش خمسة خبالك برضو الواحد في ناس عايزة تاخد الجنسية مسلا تغيرجها تاخد جنسية وعاست تروح بقى انت رجع مصر مثلا ترجع خليج وادروح مدام هتروح فمش عايزي وطفة طويلة في بلاد زي انجل طبع يعني فبالتالي ده حاجة حلوة جيدة انك انت خلص ساعات سنين تاخد الاقامة دايما ايه ناس بتيجي عشان الباسبور بعدين اسافر حتة تدفع لي فلوس اكتر انه معروف ان اوروبا بتاخد درايب كتير هي بتديك بتاخد درايب كتير بس انت لو عايز تعمل فلوس المتعرف عليه في المجال واستعادتنا من ايه روح الخليج هتعمل فلوس اكتر بس انا جاي هنا اخد الباسبور ففي ناس كتير بتفكر بالشكل ده فبالتالي انت لو عايز تيجي تاخد الباسبور فدي حاجة اقصر فهي دي اللعيبين اللي احنا قلناهم في الاسكيلد ووركر فيزا انك انت معتمد على شركة تعانيتش معتمد على شركة عشان تقعد في البلد وتاني حاجة انك انت عندك ثلاث سنين عشان تاخد الاقامة دايما في البلد دايما مش الجنسية في حيث المهمة جدا انك انت جنسية كده كده خمسة يعني رفع ما رفعين بريك شوية تحقق زيادة كده مش كتير يعني بس ريك شوية تحقق كده زيادة خلاص امس ما نستغرش الانتخاب وكما حاجة بسيطة لهم يعني من بينكم المواطنين حاجات بسطة جدا يعني ما كنتش عارف المعلومة دي كنت تفاكر الجنسية سنة بعد ال-ILR سنة بعد ال-ILR للخمس سنين تراك مش للثلاث سنين تراك الثلاث سنين دول اكسبشن اصلا مش يعني هو ببينيتشا هو عايز واحد يجبت خمس سنين شوية تراك يعني فعلا نفكر فيها علاقتك مع انجلترا هي علاقت درايب انت لو دفعش درايب ملكش يعني في حكاك كتير جدا فعلا انت ملكش حوفي يعني لو انت بس فاش درايب ولا يعني يعني انت عتلت سنين فاش درايب هو طبعا يعني مش حكس ملك فاش درايب يعني يعني قومنا دي اصلا اعتقل ممكن يعني حد حد في الحكومة يطب بساكت فيها لو سميح عايز او فيش حكس ما ندفعش درايب لا هو انت كنت يدفع درايب بس اصد انت لو ما دفعش درايب فانت كده خلاص يعني مش إليجاب هو بيفطرت خمس سنين تدفع درايب حتى فيه ناس كنت بتقولك طبعا لو عادت بين شركتين مش عافق او فاطر ما دفعش درايب هي دليل امت مش عافق شهرين او ثلاث مش فاكر رقم بس لو اكتر من كده لأ دي قصة ثانية وبتديهم اصلا بيسليب بتاعتك او ما يزبط انك انت فاطر درايب السنين دي والشهر بمناسبة تاخد الاقومة الدائمة والجنسية فنرجع انطرنا ماشي في بس حاجة انك انت لو اكسبشنال تالنت اللي هي بعد انفو تاخدي الاقومة دائمة مع ثلاث سنين فمنراتك وعليك هدوا بعد خمسة انت الوحيد اللي تاخدها بعد ثلاثة عشان كنت بقول الفيزا دي فعلا تير وان اكسبشن تالي دي حاجة اصلا مكنش موجود عبل كده حاجة فعلا طريق عارف ايه طريق صحراوي كده مش طبيعي الناس مش فيه اصلا فتبعتها السنين بتاخد الجنسية وخلص سويا قمرة دائمة خلص لكن كده كده حتى مراتك واولادك لهم تير وان هياخدوه بعد خمسة باته يعني ملاش حلقة انت بقى هتاخد ساعتها الجنسية بعد خمسة وهم ياخدوها بعد سنة من القمرة دائمة لها بعد ست سنين اتمنى اكون وضحتها هتكون كلوك كده في نوعين الفيزا تير وان تير وان اكسبشنال في تير وان اكسبشنال انت لو انت انت ككاندد تاخد تاخد القمرة دائمة بعد ثلاثة سنين وتاخد الجنسية بعد خمسة كده كده ماشي السلمين تدفع دائم بالكلام ده مراتك واولادك كده بياخدوها كده بعد خمس سنين والقمرة دائمة والجنسية بعد ست في انت هتاخد القمرة دائمة بعد خمسة زيك زي مراتك زي اولادك ومعك اطفال والجنسية مفروض نظرين بعد ستة يعني نظرين طبعا يعني ستة دي بنفترض ممكن تقدم مساء لك والله ترفض بعد سبعة تمانية بس يعني بنفترض ان الحياة يعني ان فيش مشاكل في بتاعك وان الحكومة غيرتش اي حرف قانين يعني برضو نقطة كده جانبية مش هايز اخرج موضوع بتاعنا بس انت ممكن الحكومة لأي سبب تتعنت معك في موضوع الجنسية بس في قضاء يعني نقف في حتى دي فبس فنقف النقطة دي كده هي انواع واموايزاتهم احنا اتكلمنا كده في البنيفت وليه الفيزا دي حاجة حلوة عادي نخش على او مين اللي ليه حق يقدم على الفيزا دي انا مسلا جاب لي يعني انا بشكل شخصي لما عرفت عن الفيزا دي كان واحد صاحبي يقول لي كريم انت بتاع ديتا وكان صاحبي مقدم خد تير وون فيزا دي وقال لي كريم في حاجة اسمها تير وون فيزا وانت بتاع ديتا دول بيفضلوهم بيحبوهم في الفيزا دي ودور في الموضوع وقدم وقال لي على البنيفت اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية بس برضو انا بفكر من باب شخص شوطر مثلا قاعد في مصر طول عمره وكان سينير وستوف انجينير وبعدين عايز يتفر عايز يشتغل يطلع يشتغل من انجلترا او يقيم فيها او شغال مع شركة مسلا في في امريكا وعايز يشتغل من انجلترا وعايز ياخد باسبور او جنسه فانا بكلم على حتة نقطة ان هي مش لازم شخص يبقى وجود في انجلترا وعايز يغير فيستو او راح انجلترا بلا كده او عايز يجي لا هي فكرة ان اي حد عايزين يشوف مين اصلا اللي ليه حق ان هو يقدم على حاجة زي كده وليفل الليفل بتاعه في التك عامة تاني طيب في نقطة بسألوه عشان ما عملناش منش لو انت عايز في انجلترا دارتي على تير 2 skilled worker انت ممكن تكونفيرت على تير 1 عادي ماشي وهيتحسب لك السنين بتاعة تير 2 يعني انا مسلا ديكم سال انا كنت عادت سنة 2 ونص تير 2 واخدت تير 1 بعد سنة ونص عادت خمس شهور بعد سنة ونص يعني اخدت تير 1 بعد سنة ونص عادت سنة وشهور واخدت دائما دائما مش متعارضة مع انك انت لازم تكون قاعدة فترة كلها كتير 1 فانت تير 2 او حتى اعتقد الكونتراكس متدفع ضعيب زيك زي بقيت الناس full time في نقطة ثانية برضو اقولها انك انت وانت تير 1 زي ما قلنا ممكن تعمل single person company او تشتغل في شركاتنا في انجلترا طب تفع ضعيب يعني ممكن تأسس انت الشركة وتشتغل remotely فانت اكدنا حتى دي انت برضو مش مولزم تشتغل في شركات جوة انجلترا مهم تتأسس شركة وتتفعض ضعيب طيب خش بقى الالجاب انا هشغير وزي ما قلنا ان الموضوع انا كل اللي هعمل دلوقتي ان انا همشي معاكم على الويبسايت اوكي طيب ده ويبسايت اسمه gav.uk طيبا افضل ويبسايت بتعمل معي يعني ليه عشنا موبل انجليزي دي حاجة حلوة انه باني كنت عدت في بولندا فكنت بعاني المشكلة دي بس النقطة ان الويبسايت يعني انا بقى ازعم انه هو مصروف علي يعني انا بس وانا قلت كده سنة واحدة طيب انا جده هنا كهبت في جوجل هنا UK tier 1 global visa فانا عملت هنا apply for global visa طيب فانا كده كويس طيب فانا هنا الويبسايت او خلاص او global visa فانا همشي خطوة خطوة في حاجات هنسكيب وهنخل كزا حاجات مهم طيب overview بشرح لك الكلام ده ايه برضو في حاجة مهمة ان في شوية كلمات بتشعروا ان هي ايه يا جماعة ده عايزين واحد تنين يعني هي بسعب بحيس ما بيكبر في الكلام انا مش عارف لي بسرح ما عنديش فكرة هما يعني يعني بتشعروا ايه ما استعاننا خمس سنة هو بيلك ايه of potential leader of one of the following fields leader ده يعني leader ده يعني بتاع team يعني بتاع الليدر ده يعني هو leader هنا انا بحيس كلمة عامة يعني يا رجل والله حاسين هو ينفع او يعني انت ممكن تكون حاجة مفيدة للمجتمع في اي حاجة من fields دي ال academia and research دي اللي احنا قلنا اول حاجة art culture and technology حال technology دي هنتكلم عليه احنا انا ما عنديش فكرة الناس اللي بتيجي academia research بيعملوا يعني في تفاصيل اللي جابيلة اليوم انا ما عرفه اري وما عرف technology تمام طيب اا فانا هسكيب شوية حاجات من الهوت ماشي واخش هنا طب انا طبعا اعرف ان اا 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 ان في حاجات في انجلترا بس هنخش تفاصيل لو انت مثلا واحد معاك اي سي ام او حاجة زي كده او واحد دارس في انجلترا في بعض جماعات معينة هو اصلا الاجبول با ديفول حتى من الغم يخش على الكريات معينة فهنمش هنمش 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 طيب فانا انا دي هكليك على اللينك ده بس همش معاك هو حاجة ده هو بيقول لو انت مش الاجبول انت ممكن تشوف طرق تانية واللي هو ال ال اللي كريم الكلمة عامة شاية مش نتكلم هنمش طيب ويقول انت تقدر هنا ايش في انجلترا بيقول لك ايه ابدو خمس سنين ايه تمام برضو حتة تانية انك ايه ايه اه ممكن ترنيو يعني يعني لو انت خمس سنين وعايز تجاد يعني ممكن تجاد خمس سنين عشان تكريب تلفز ان الكامير كمان شوية وبرضو بيقول لك يعني كنقطة هو حتى هنا بياخدوا بالهم الكلمة يعني وهي اصلا ايه هتاخدها يعني بصبعك يعني انت تقدر تاخد الاي ال دائما مختصر ال هتلاقي الناس اللي هي اللي كومة دائما هنا بيقول مظل i indefinitive l for leave remain layer ماشي بعد ثلاث او خمس سين او خمس سين لو انت ايه او طيب هو هنا بيشح لك يعني ان في هنا ممكن تقدم وانت برا انجلترا ولو ممكن لو انت جوه وعايز تستين او عايز تستين تستين ترام وهي بتاخد اد ايه هو بيقول لك لو انت اوتسايد انجلترا بتاخد حوالي تات اسابيع وانت انسايد تاخد حوالي تات انجلترا وانك ممكن تكون شخص شاطر في بلا التانية احنا عايزين اك بالزبط مفوض انك انا عارف انها دخلت بس كويس انها بس ناخد هتها بعضها برضو الفيز هنا هتها مهمة اولها برضو ان هي 716 دخلت كبير مش قول عيل هو كان الامكان كان حوالي 500 وكسور فترة هي غير الفترة الفاتر طيب هي متقسمة ازاي متقسمة جزئين جزء الاول انك انت قدمت بيسموها انت انت قدمت وفي مكان مهني كمان شوية اداك الموافقة انك انت يعني بفايل بتاعك اللي جابون حل ساعتها هتدفع 500 بس وبعدك تدفع 190 بتعمل الفيس يعني ده 500 دول للمكان اللي هيدي كيكمان انك انت بفايل بتاعك يستاهل طب 190 دول ايه بتعمل الحكومة تمام اا اا يعني اتكلم لسه في البروستس بشكل طبق مش لازم تمام خلاص نخش بقى في الجزء بتاع اللي احنا اصلا ايه عايزين يتكلم عليه طيب هو هنا بيتكلم على ايه الفيلز كأكزامبل بتاعة الدجتال تكنولوجي هو بيقولك الفينتيك عماتها او لندن تحديدا يعني مشروع جدا من الفينتيك يعني هتلاقي كل الناس اللي معاهم فلوس يعني ليهم سلك ما عدوا على لندن يعني بزنس الاغنية الجيمين سايبر سيكوريتي وهنا بقى الطبعا 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 يعني واحد تعرف لو ايه بيجيب دطل من ورا من قدام من فوق من تحت بيدمي سدادة في اي شكل ما خلاص وبهو كده ايه ده هنعتبر الطبعا مشتازم تكون تشغل ايه في مثلا عشان تقول انا اشغل الطبعا اشغل في بيج ديتا او في الاناليتيكس كم ده يعني بيترمي تحت الار عادية اوكي طيب اول حاجة في الاليجيباليتي الفيلد ان احنا بنكلم في التك بيبقى شخص شغال في حاجة بالحاجات اللي فوق دي في ناس هبي صفتوير انجينير اه اه ده اكزامبل لاحظ لاحظ طبعا يعني مثلا نفترض واحد شغال اي او بيه مثلا او ساب او معرفش كلاود او دول اكزامبل لكن هما شغال كل يهو بدي اكزامبل ايه الفيلد اللي تنتج تحت التكنولوجي يعني اللي هي دي اكزامبل لكن دول طبعا مش الفول لست ماشي وطبعا ممكن تبعا تسأله معا فكرة يعني شغال فيد معين تقول من الله يعني امبيدد واخد الفيزا عادي تمام طيب احنا هنا بيقولك ايه اللي انت ممكن تعمله ايه البنيفيتس بتاعتك انك انت تضغط تشتغل عادي ابدو خمس سنين تاخد فيزا ابدو خمس سنين بزم وانا ممكن تخد سنة سنة عشان الفلوس بقى ممكن تبقى انت امبيلوي يعني ممكن شغل في اي شركة بالمناسبة حل ممكن تكون سيف امبيلوي او شركة اتشار مع احد امبيل ممكن تتشينج وزاو ودي حتة مهمة جدا انا دلوقتي لو عايز تسيب شركتي انا كنت شغير في شركة الناس ما وانا قلت امازون حل انا لما عزم امازون 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 الداخلية تبعت وصول الداخلية هنا او مش الداخلية لا ترجمة غلط اللي هي ادارة الهجرة ما شاف يا صح الترجمة الصح لهم اوفيس عندنا اي مش عارف الصراح بس هما دول اللي بقولهم على اي تغيير بيحصل في حياتي انا حقيقي مش متأكد الترجمة الصعار هي اي عند هم مسؤولين عن الهجرة مسؤولين عن حاجات اللي على حاجات اللقب الداخلية بس مش الشرطة مش بوليس يعني يعني مصرحة كتير بس من ضمنها حاجات اللي هي الهجرة عما تانيان اوكي انت لو انت شرعة تنوتيف هين مش محاجة تنوتيف ماشي هو انت بس بتنوتيف هم بس يعني يعني ممكن تسافر براحتك وترجع براحتك مش 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 زنو اه حيطة حلوة جدا برضو احنا انت هو يعني معظم جمعات مصر بمناسبة ممكن مش محتاج يعني انت محتاج تاخد لغة امتحان لغة امتحان معتمد او انك تروح رايح لجمعاتك تقول ان انا بتطلع منهم حاجة اثبات انك درست باللغة الانجليزية فده بيبقى كافي انك انت تقول انا بيعرف انجليز ده عشان تير تير وان همش محتاج معلومة دي لأ برضو هو خباك هم محتاج بس هو يعني اللي بيحتاج ها همش 10 ديسمبر 2300 لانه يا 28500 1000 البعن المنو مثال دي اللي سكيل ده اعطا كده انا فاكر صح ماشي هو كان اهل من كده حوالي خمس اصوان كده مش فاكر رقمي يعني تمام فمعندكش منو مثال لان انت اصلا ممكن تيج لترى وزي مقوقنا تشتغل يعني ماذا اه مهم تدفع دائم. ماشي? طيب اه لو انت عايزت اه 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 في بقى كيرا كصو انت عايزت لو انت عايزت ايه تكستند الفيزا بتاعتك ومش عايزين نعود نعيد احده تاني تمام? طيب اه هو بيقول لك لو انت leader leader هنا وصوبيا انت واجل exception talent ومش معانا انا كنت انين بس يعني عاج بروفايل قوي تردت تاخد الفيزا اللي هي ايه? تبقى انت تقدم على ال ilr اه بعد ثلاث سنين. ولو بتنشي leader دي لو يعني بفتحة كويس بس مش يعني ايه? يجي منه اه يجي منه اه بخمس سنين. وبصراحة يعني انا انا واخد ثلاث سنين وبقول لك يعني انا شفت ناس واخد خمس سنين وحاسهم على بروفايل قد اقوميني بكتير عادي او زي مما يعني بصوا بايش يعني يعني كيمة exceptional talent وال potential leader يعني بايش ايه يعني اعتبروها تقييم personal بحث وانتكلم على حتة دي ما يجي نتكلم كمان شوية. اوكي? طيب you can note انا مش يعني حدي مش مهمة قوي يعني اعتقد لنا بس يعني ايه? عشان فيها تفاصيل. انا فاش تاخد public fund او step pension. او ده حاجات. ال skilled worker برضو. يعني انت. اه يعني. احقك تاخد المعاونات الحكومية. بالضبط ملخص الموضوع. ودي مش مهمة قوي يعني. اه. او انك تشتغل في لعب كوري يعني. النص انك انت يعني ايه? اه. مهم يعني. انت حالة عندي مثلا ولا حاجة يعني. طيب. ريجابلتي هنا يعني. اه. هو بيقول لك. بنيوت حدله جدا. انت مش محتاج job offer. عشان تاخد الفيزا بتاعتك. ماشي? انت محتاج حاجة من الاتنين دول. انك انت تكون technical. for example. اهو عشان الناس اللي بتسأل software engineer. software engineer. developer يعني. engineer عمتا. في اي software engineer بقدم اي بتنجان. او data scientist. ماشي? data engineer كله. يعني خلاص احنا ده example. ماشي. او business. business هنا مقصوب بها ايه? commercial investor or digital product expertise في شركة. اللي بي كيرسوفت وير هاردوير او process data. طيب. هو هنا. يعني انا فهمته. وانا بتكلم مع الناس. يعني. هو هنا فيه رولز بنسبة. كنت نبص عليها. بس هو كان في ناس بتسأل. مثلا. في واحد مثلا. كان راجل شغال. مثلا. ايه. 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 هو مش بيو سوفت انجينير. فهل ده يندرق او يندرق ايه. في ناس بروتك. يعني. واحد هو بروتك مانجر مادة حيات. هو بيحب بروتك مانجر. مثلا. وفعلا طلع بروتك قوية. يعني طلع شركات قوية وبروتك قوية. مثلا. لا. يقدر يقدم عادي. مش محتاجي يكتب كود عشان يقول ان انا. اه. بروتك مانجر ده بينظم الدنيا. بينظم التساكلات ومين هانا. بس اولا مش بالزبط. هو شخص شغال في تكنولوجي رول. بيطلع. هيساعدنا ان احنا نطلع بروتكسين. طيب. نظريا يعني برضو عشان. يعني ايه. احنا دي. الليست دي. هما هنا. انا دروست على اللينك هنا. انا برضو بحاول مش معكم على الموقع. يعني ايه. بلست ما جودتش. في شوية هجود. بس مش دلوقتي. ده الليست بتاعت المتاحة. اروها مع نفسكم. بس تلاقوا ان هي فيها معظم الحاجات اللي ايه. اللي تابعا موجودة في الماركت. هما شايلين بص. حتى كيمة دي. اللي هي يعني. كم سنة. هي. انها انت. يعني انت مش جونيور يعني. حل? هتلاقي حتى البيزنس اه سكيلز تلاقي فيه حاجاتها هي. يعني ايه. بص ايه معي نفسكم. ماشي. بس ايه. اه. يعني مت مت اه. يعني مت اخداش بضبط وان توان. ماشي. ايه. بس. طيب. طيب. نيجي بقى للحتة المهمة بقى. دلوقتي انت عشان. طب مين بقى اللي بيقيم. دلوقتي احنا قلنا. هو بيقولك الشكل العام. طب مين اللي بيقيم البروفيل بتاعك. ازا كون انت exception talent ولا promising ولا ما تستحقش الفيزة اصلا. اه. في هي هيئات في انجلترا. هنتكلم معي دلوقتي. هي المسؤولة الحيطة دي. احنا ناخد هيئة واحدة منهم بس في هيئات تانية. اوكي. اوكي. يعني خلينا قبل ما نخش على ازاي بيحصل التقييم دي. هي. دي جزء من الالجيباليتي. احنا كلامنا ان هي الالجيباليتي هي بس عبارة انك انت تبقى شخص شغال في المجال صاحب خبرة فيه. زي ما بيقوله. بس عايزين بقى نفسص ايه معنى. اوه. خبرة بقى. ان دي حتة بقى. ازاي بقى. يعني هيدي اللي فيها الشغل كتير بقى. اه دي حتة اللي فيها شغل كتير اللي عايزين نقولها كمان شوية. هنالكلمة في تفصيل وزي ما قلنا هي subjective جدا يعني. هي بتاخضع لوجة نظر اللي بيكايم ماشي? طيب. تعال نبص هنا وبعد كده ايه? هنفصص كمان شوية. هو بيقولك انت محتاج endorsement. هنا معناها خطاب توصية. يعني ما تخدرش بالترجمة الحرفية. انت عايز حد يقول والله يا جماعة الراجل ده. احنا بنقولك والله بفضعة كويس. طيب. هو بيقولك ان الهوم اوفيس يعني انت ما تملأ الابليكيشن بتاعك على موقع الحكومة. هو بيبعت الابليكيشن دي يحصلوا بحاجة اسمها تيكنيشن. طيب تيكنيشن دول زي ايه? انا بحاول دي مثال بحاول اقرب لكم الفكرة. لو حد مش مش في مصر يعني يشوف اللي زيها في بلده يعني. عشان بس انت عابب يجي لبعض اسئلة مش عابب التوانسة وبمغربة في حتة دي. طيب. احنا دلوقتي نفترض وزارة الصلاة. سعلم تكون هيئة جواها مسئولة. مش عايف اتي ده. عف مصر. او بصوا حاجات دي. فالهيئة دي هي هيئة انا انا هي مش متأكد هي حيئة يباعي الحكومة مية في المية والمنفصلة. يعني ممكن نبص عليها تلوقتي. بس مهم يعني هو بيبعته الهيئة دي بصوا قبل كشان بتاعك. يعني انت كده كده بتقدم موقع الحكومة. يعني بتدفع كل حاجة موقع الحكومة. كبتاخد زي اي دي كده تحطها موقع تيكنيشن. طيب. ماشي? اه انت نورمال بتاخد الانترسمن بتاتك من خمس ثمان اسابيع. وانا او ده اقول لك يعني مش هتقل يعني في الافرش كيست قلش هتامع اسابيع. يعني هما يعني دي مش هزين نخش تفاصيل بها الموضوع. بس ينجد طب كل حاجة يعني بتحيب ناخد وقتين يعني. بيحبوش بيحبوش تصاربع يعني. مش هنشتكي عشان اخواتنا في المانيا هيزعلهم. صحيح يعني. حمد الله يا رجل. حمد الله صحيح. هما الناس بتحيب تاخد وقتها في الحاجة يعني. بس مهم يعني. وابقى لك انا ممكن تاخد فاصل تراك. بس يعني ايه? سيبك فاصل تراك ده يعني. في قصة كده حوالين فاصل تراك ده يعني. طيب. اه ماشي انا انا خاص بش هزين نخل الحتة دي بقى. طيب تعال بقى نروح على التكنيشن. ايه بقى التكنيشن دي بقى? طب ناخد بقى كده احنا كده خلصنا. شكل عام ايه بيحصل. زي ما قلنا قلنا ايه بشكل عام. شغل في المجال ايه? قلنا بشكل عام متقادل موقع الحكومة. قلنا بشكل عام انك بتقوح له هيئة تانية تبص على الوكشن بتاعك. كان تمام? بزبط. اه هي الفكرة بقى الحاجات دي اللي هي انا شخص في الداتا. بقى لسانة شغال في الداتا انا شايف نفسي حال انا هي 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 اللي هقرر الموضوع ده. طيب. في بقى حاجة هنا. احنا هناخد ايه? هنبدأ نشوف ايه اللي هوا بيطلبوه. وانا. يعني انا دات مش محامي. طب انا هقول لك ازاي. هقول لكم حاجة عشان انت تتفهموا انا جاي منين يعني. انا قدمت على الفيزا دي. من خمس سنين. الفين وتسعتاشر طيب. ربع سنين. مش فاكر. اه خمس سنين طيب اندلت وربع سنين. وترفض. حال? يعني هكلم في تفاصيل كم مش هي. بس مش تفاصيل الشخصية. بس اكعمل بشكل عاد. ماشي? فانا قدمت وترفض. بعد كده قدمت تاني وتقبلت. وانا بقدم في المرة التانية. فانا اعطى قرى كده الناس يتقبلت. عملت كده قوي يعني جبت بتاع ستة مش هاب جزاهم الله خيرا. هلنشكرهم جميعا يعني في الفيديو ده. اه دونها بتاعهم. عطى بص يعني طبعا هما شالوا شوية معلومات منه. بس يعطى يعني دوني معلومات المهمة. ايه البتر متاع الناس اللي بتعدي بتاعها. فان دلوقتي همسك نقطة نقطة. هم بيقول لك هم عايزين ايه? وانا اقول لك انا فهمت ايه? وهقول لك شوية تجربة شخصية اللي انت محتاج تاخدها ترفيو بقى مع الشركة بتاعة الوكيشن او مع محامي. بس نقول لك انا فهم ايه من. اوكي? اوكي. طيب. انت شايف الاول? اه لسه هسأل السؤال والله. يعني السؤال كان على بالي. طيب. عمقل حكومة في اي حتة هتلاقي حاجة دي ما هتلاقي في دوكم اسمه دوكمل تشيكليست. في اي حاجة. فيز اه تقديم مع اي حاجة تشيكليست واكزامبل لتشيكليست دي ايه? طيب. هو دي قلنا تاني ايه هي اللي احنا داخلنا ده? ده موقع الجاي بتاع التكنيشن. حال? التكنيشن دي الهيئة اللي بتوفيو العبليكيشن بتاعتك. طيب. انا مش هقضي عيد بقى ايه هي ايه هي الفيزة تاني شنو هما بيعودوا يبدأوا كلام ده. بس خلال نشح ايه? هما كاتبين ايه هنا. هو بيقول لك انك انت لما هتخش عشان تملى عند قدمت خاصة مواقع الحكومة ده بعد الفلوس. ودخلش انت على الايه? الفيزة. تمام? هيقول لك ايه اللي حاجة مطلقة منك? هيقول لك انك انت اول حاجة وانت بتملأ هما عايزينك تكتب بسم الله كده. اول حاجة بسم الله كده. ماكسمم الف كلمة. آآ هقول لك هما كاتبين ايه? وقول لك انا فهمتوا من نوع ايه? هو بيقول لك نوع ايه? هما عايزينك تشرح الكنتروبيوشن اللي انت عملتها. اللي انت هتعملها تخلي يعني في اليوكي ديشتال تكنولوجي سيكتور. والاستهت ما ينزل ان تكون ايه? ريليفانت وكون ايه? وكونسيستانت للحاجات اللي ابريكيشنة مقدمها. والانصر بتاعها بتشرح اللي بتجاوب على اسئلة دي. why do you want to come to the UK? او في انجلترا. برضو تشرح الجزء ده. آآ ايه البلان بتاعتك? آآ يعني ايه الشغل اللي انت ناوي تشتغل في انجلترا. ايه ريجن او السيت اللي انت بلان تتعيش فيها? ماشي? آآ باك هترجح بقى آآ آآ انت هتضيف ايه للمارك بتاع انجلترا? يعني انت ايه الحاجة اللي عندك? وانت شايف هتعمل ايه لما تيجي انجلترا? تمام? ايه? يعني ما هو بيشعب يقول لك ايه ده هيكون اللي انت هتجيبها له. طيب ده سؤال هنا بقى اللي احنا من الكامعة يبقى ادراتي. يعني ايه الادفانسد يعني او راجل ده تسيبتوني جيبها فاكتب شوية كوب بايسون. ولا شوية سيكوال. يعني انا اللي عفيد انجلترا. او انا 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 هارف ايه هارف اكتر من شات جي بيتي مثلا ما هو يعمل لهم الكلام ده مهما اكيدا عارفين خمي. هي مش بالزبط كده يعني. احنا بنقول انك انت اولا هنشع كمان كلام الحاجات اللي انت عملتها دي هتقدمها هنا. وهناخد اجزاء يعني هحاول يعني مش هفتح السن تاعتي بس هحاول اقول لكم انا هكتبت في السن تاعتي يعني. بشكل عام يعني. اوكي? طيب. جزء التاني ايه ايه اللي انت هتجيبها الماركت بعد كده ايه الكريشن او نيو ماركت اللي انت بلاد تجريه فيه برضو. يعني برضو ممكن يعني لو انت مسل شغال في انجلترا او جايت شغال في انجلترا. ماشي? اه في حتة برضو مهمة. افرد ان كنت اجيب لك افر من الشركة في انجلترا وهي هتديك سكلد وركر فيزا. ماشي? انا هخرج مع حدي سنة. انت اجيب لك افر في الشركة في انجلترا. وانت سبارة انجلترا. او شغال في انجلترا مع الشركة. انت جزء من الحاجة المفيدة. ممكن تقولها لهم. تقولي شيكا لك. انا مش عايز اقدم على سكلد وركر فيزا الاول. انا عايز اجرب اخد الافر من نوكو. واجرب الاول اقدم على الفيزا دي. انا جربت الموضوع ده وشركات يا رفضت. بس. اه في شركات بتقبل الشركات بترفض. حلو. بدي نقطة قويسة. انا عرف ناس في فيسبوك شركاتهم قبلت بالموضوع. كانوا بيقدموا على متا او فيسبوك. اه ده ساعة من ناس بالي. شركتي ما قبلتش. بس في شركات هتقبل. اعتقد في ناس قالت مسلا طبعنا هدفع الاندورسمنت. صح. ولو انا عديت رجعوا لي. رجعوا لي فلو. صح. ودي حتة حلوة جدا. عافية حتى الشركات الكبيرة تقولها كدفع. ونرجع لك لما يكون معك ايه. اه فلوس يعني. او يعني لما تقبل يعني. اه. ودي حتة حلوة يعني. يعني فيش انا عافية ناس تجات على الشركات سترطب وفقوا عادي في اسمه وفقيتش. فمهم يعني اجرب معهم وانت بتقدم. اديكم مفيدة الابيكشن بتاعتك. مهم بنرجع وانتوطنا بقى هنا. انت ايه الشركات انت اصلا ينفع تشتغل فيها. الاكتيفتي اللي انت هتعملها سواء اه سواء دايركت للشركات هتشغل فيها او برا الجزء بتاع بتاعتك برا. اه ام انت هت هتصمت ال 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 بيروسن السلم دي ازاي هيديك تكست بوكس كده كبير تحط في التكست ده. تمام? طيب. انا ايه الانبوت بتاع اللي عايز اقوله لك في الحيطة دي? يعني خاص ده كده اللي الحكومة بتقول. طيب انا اللي شفته ان كل الخطابات بتقسمها خمس خمسة براجرافز كده. هل? اول حاجة بتتكلم عن نفسك اللي اول كده يعني طبعا حاول تكون تبعاك الف كلمة. انا عارف ان ايه يعني الف يبان كتير. بس هما ايه? آآ لا هم مش كتير. هما قليلين. فانت بحتاج اول حاجة تبني تتكلم عن نفسك كده. تقول مسلا والله انا آآ وانا مسلا انا عملت ايه? انا كنت شغلت انا مسلا كنت طالب في حسابات معلمات. انا كنت بحب مش عارف ال data مسلا. انا انا في انترجات كنت شغلت في ريسرش لاب. انا نشاط البيبر. او انا كنت في انترجات ايه? وكده هو. ده كده. كويكلي كده الانترجاتشن على الانترجاتشن. دي مسلا تاخد لها تلات سطور مسلا على نهاية. بكات تقول مسلا افترجاتشن. انت بعد ما تخرجت عملت تقول مسلا والله انا اشتغلت في مش عارف في مصر وفي دبي وفي بولندا وفي انجلترا. آآ انا مسلا مش عارف عملت مش مشاريع في شركات تكنولوجية كبيرة زي اكس واي زد. انا اشتغلت مش عارف مشاريع آآ بانكينج مش عارف ايه او اشتغلت في آآ بيج ديتا سيستم بيجيب ريفنيو اشتغلت في ماشين ليرنينج. طولهم الحاجات دي همكو ديهم اكزامبرز كمان. ويا سلام بقى لو تديهم لو انت عندك حاجة جامدة يعني وعنشرة اونلاين. او مكتوب عليها موقع. يعني انت بتشغل في شركة في مصر. وعملت بروتوك حلو. وشركتك التك بلوج بتاعتها النيجينج بلوج بتاعتها كتبوا عنها او انت كتبت عنها واسمها مكتوب في البلوج دي. يعني منشانها. دي حاجة حلوة جدا وقوية. هم هنا بيحبوا كتابة جدا. يعني عرش عرش كل الكتابة فوق الطبيعة. لو بتكتب كويس. ودي حتة هتكلم معك عمان شوية. يعني هتفرق معك جدا يعني. طيب. النقطة بعد كده. انت عايز تتكلم بقى ايه اللي انت هضيفه يعني للمارك. لو انت جاي على بس الوفر ده مسلا زي ما كلمت على هو مسلا. ممكن تقول انا معايا اوفر. برقم كزا. والشركة هي والاوفر ممكن تبصوا عليه. هحطوا لكم الاتاتشمنت. وانا انا باشتغل معاهم تمام? طيب. الجزء التاني ممكن تقولهم لا والله ده انا اه ما عيش اوفر. بس انا مسلا والله انا باشتغل شغلها كزا. والافراج ماركت اه سلوي البوزيشن ده كزا كزا كزا. وانا اه اريد اشغال ده ده بمرتب كزا. وقد ايه بوزيشن ده مطلوب في الماركت. تمام? اخي الحتة بقى الجاية انت بقى هتقدم ايه لما تيجي انجل ترى? فتقول انا بصايد ان انا دي بقى مش تنتيكيه مع التكنيكال بس. تقول والله بجانب ان انا باشتغل في المجال ده. انا مسلا والله بكتب في ميديم يعني مسلا ما تستقلش بان كتب تكتب في ميديم اونلاين. ما تستقلش ان كتب بتشارك في جيت هاب في اوبن سورس بروجيكت. استقلش بستكوها في لو. هتكلم مع ايه كمان شو ايه. كل الكلام ده هتقول انا مسلا لا انا بحب اجيف باك لمجتمع وانا بعمل فيديوهات اونلاين ومقالات وانا ناوي ان انا اكمل الحاجات اللي كنت بعملها مثلا في مصر او في اي دولة تانية واشارك ال اه اتكلم في الكونفرنس وساعد المجتمع في الحتة دي. مش هازم كل حاجة تكون تكنيكال بس. طبعا انا قوليك انشطة برا اه حاجة بس بقاش تكون حاجة بقى ايه يعني بقاش تخش في حاجة يعني بقاش تخش حاجة تكون يعني لا تاتش ولا سياسي ولا اجتماعي ممكن يلمس عندهم. خليك بيور في حاجة يعني والله ايه مثلا نشاط في الكلية او مش معناه متفق معناه اللي هم بيعاملوه بس بولك هم يبصوا ايه عشان يعني مش هازين عاجلني يعني في حتة دي. طيب فمسلا كنت شاهد في ايه في الكلية ده انا بعد ما خلصت مسلا كنت بروحة عامل سيشن في ال اي تي اي ده انا روحت مش عقصة في فين واشاركت في افنت في المانيا ولا في فلان ده كل الكلام ده مفيد جدا. والنوع من الكلام ده في انجلتر. محسلا. طيب فعلا مهم. ولازم تكون بالكلام اللي احنا اللي انت هتحطه في الحاجات تانية لان الكلام عايق بان شوية. يعني انت قلت ان احنا اتكلمنا قبل اعملت ايه? بعد اعملت ايه? والشوخ لك بقى? الشوخ لك الاول ببعض قبل الاجتماعي. بعد اعملت ايه? وليه. بعد كده هتتكلم على الشغل بتاعك. كريب بتاعك في two paragraphs. حاول conclude. حاول حطة highlights. واخر paragraph. انت هتقدم الانجل طرماتيك. انت ليه هتشايف نفسك ادت مارك. ادت فاليو. يعني انا شايفهم خمسة باراغرف. ممكن احاول. هتركوا example من الحاجة اللي كتبتها في التالت. بس مش كامل مش عايزة بقريفة ان هي. مش المثال يعني الوابس. احاول. احاول لك وانا كابت ايه يعني. طيب انا برضو جيبت الكلام ده منين. انا قرأت الناس كاتب ايه. يعني برضو ايه. اوعى تاخد كلام كويبست. في عنده. الكلام ده والله المرضى. فعلا بتر من واضح. ان كل الناس هتكون كويبست. بشكل ما اترافضت. او اطلقتوا يعني. يعني هما. لا هما بيعانوا حاسية. وما يستخدم الشرط جيبتي. هما برضو. هما بيعانوا ده انجليزي برضو. انا عارف ان احنا كلنا. انا انا كواحم الناس. انا مش نيتيب. وعندي مشاكل في اللغة. والكتابة بتاعتي مش واو. فالحل ايه? والله تروح تجيب واحد. تكتب. تجيب واحد بني ادم. يعني فيه ناس. يعني لو انت نيتيب زي ما انت في العربي كانت تحس ان الكتابة دي كتابة الية. هو لو حسك كده برضو دي مش. مش. تكتب. وفعلا تشعر. يعني. انا مش. انا مش بقول لك. يعني ان انت لازت تكون نيتيب عشو تكتبها. بس لازت تنبذي مجود فيها ان هي تكون واضحة وكويسة كليل. اعملها جرد ات. يعني بيسموها اللي هي ليفل ايت انجليش. يعني ما تستخدمش كلمات صعبة. ابني جدينا سهلة. وتكون واضحة. بلاش وقت صعب دي على نفسك. وباش تستخدم شرط جيبتي. وكتيب لي الكلام ده. ممكن في كم مسلا مصطلح تزبط معاه. لو فيه بس انا افضل يعني بكملة ان في اسمت هتعملها. شوف لك واحد. انا شخصيا استعانت بحد. كان بيرجع لي يعني الكلام ده. اه. وبصلاح سعيدني. وعافقة صديق. مش يعني صديق في انجلترا هنا. مش يعني صديق مصري كمان. يعني حتى مش اللغة مش هو نيتيب. بس. قتلوا بص معي. انا محتاج ترجع لي الكلام ده هو. فسعيدني وبص داني كم ملاحظة. وعملنا. وانا شخصيا عملت كده مسلا ترات افراد تانيين. انا مش. انا مش نيتيب. بس عدت بص روضي الله. لأ انا حاسن ان البراجراف ده. لأ وردي اوي. فيه كلام كتير. يعني زيادة عن زوم اوي. اختصر هنا. لأ زود هنا. يعني خلي معاك حتى اني بص عليك. ومستقيم الشاتجي بيتي. نكتب لك الكلام ده. ممكن تاخد افكار منه. بس. لأ. ما تخليش بيور موجودة منه. هو لو لقط ان هي شاتجي بيتي. او هي اوتوماتيك يعني. تيمبلت. لأ. انا بقول لك. بالنسبة كبيرة. من واضحين. اه. انت بتقول البرسنال ستريت منت مهمة جدا. انا اكد اجزي من هي. يعني هي اهم حاجة بعد الكومنديشن لترز و سي في. تمام? اه. يعني انا هم هم دول اهم حاجة اصلا. يعني في ظنني فيش حاجة اهم من نوم بتقدمها في حياتك هناك يعني. اوكي. طيب سي في وضعي دي. سأجرب لك والله اي سي بي. اه. في بقى كل حاجة لعلاقة بتاعتك لو انت عندك طيب. انا انا عندي قناة اليوتيوب. وانا عندي بلوغ نشرها على موقع امازون كوت في الوقت ده. وكوت سعب بنشر مقارات اونلاين. حل? اه. حط تحت كده وحطها. ما تقول يعني لو انت عندك يعني انا شخصيا بحب انصح يعني الناس يعني بنصح نفسي وانصحكو ان الكتابة مهما. اكتب على ميديا بلوغ. اكتب بلوغ وكتب مقارات عنا. لو انك تكتب في بلوغ محترم يعني بلوغ لا رانكينج يعني حاجة حلوة. اه. لو في تعرف ناس مثلا بتتكلم معهم او بتعمل توكس. يعني مقصوب بيها. طبعا اول حاجة ريسر شبيبر. انا كان عندي ريسر شبيبر. طبعا عايز اقولها. انا كان عندي ريسر شبيبر. انا قلت على الماسترز كمان انها بتقول. اه. انا كان معايا مستر. انا كان معايا مستر ديجري. مش متأكد مهمة ازان ولا بس هي كانت مهمة. اه. كان معايا يعني برضو انا اصدقائي اللي مسلا تاكد تعرفون برضو شاب اللي هما تفكرون في سبوك او قابل او شركات هات عادية. فيهم داس ما عايش مستر بس يعني انا بقول انا كان معايا بس مش شرط المستر. انا بقولك مش شرط ان اشوف ناس كتير جدا معاش مستر عادي ولا بيبار. سنبق انا كنت احطت الريسر شبيبر بتاعتي. كنت احطت المستر بتاعتي. اه. انفواميش دي حاجة انا باعملها يعني. تمام? فانت قدمك تلاتة يعني سوري ايه فور بيجيس واعتقد بصلاحة مفيش سيفي اكتر. كتير قوي يعني. كتير قوي يعني. تفرش تحكي لي قصة حياتك يعني. بتحكي بس مش حكاوي يعني. برضو اختصر يعني. انا برضو بحب ان انا يعني بم اني عايز اقول حاجة كتير. بس برضو عايزة تولايز الطايم بتاع الراجل يعني ايه. مش هزعي وقته في سيفي يعني. النص انا عندي حاجات مهمة في سيفي. اه. في سيفي لو انت عندك اتشيفي يعني. مثلا انا كنت مثلا كاتب ان انا اخدت مثلا مش حاف افضل موظف في شركة اما في شهر اما. وحطت لينك يعني كانت الجملة دي اتشيفي. وحطت لينك الشهدت دي لديه هاي. الشركة بالانجليز وكانت لطيفة وحطتها. اه. في مثلا حاجة تانية قلت ان انا ساعدت شركة ان هي كانت هي بتمثل مش عارف تلاتة في المية. واحد في المية. من مش عارف اليوكي اه. مش عارف ايه كده. يعني كنت مش في الاقتصاد. وانسي اعتاد بتاعها كزا كزا كزا. وجبت افدنس عليها في فمسلا انا عملت او انا كان فيها صديق ليه كان شغال في كريم دبي. ماشي? وقال مسلا ان هو مش عارف كان شغال في سيستم ايه كده? وعمل حاجة كده ودي عادت عليهم باركام معينة. وهو بيجاب ركومانديشن لتر من موديوه في كريم دبي اذكر الحتة دي. عشان كاي بقول تربط المعلومات. ما تعملش حاجة فيك. ويجب ان تربط معينة بعضها. فانا يعني. يعني انا مسلا وانا بكتب ركومانديشن لتر. فانا في حاجات كاتبها في السيفي بتاعي وفي برسن لتر. خليت الموديوهي مسلا او المانش بتاعي اللي كان مثلا في مصر او بولندا او دبي او في انجلتر. يبروفوا المقطة دي. ماشي? طيب. خلاص الحيط دي واضحة? او. وفي السيفير لو عندك اتشيفمنت حتى يعني انت كان في موقع الشركة بطيء. الـ check out مثلا سيفي. في حد كان كاتب بشوفته عامل حدي عجبتني جدا. وهو كان كاتب ان check out سيفي كانت مش عارف بتاخد كم ثانية. هو عمل انهانسمنت مش عارف قلت لكم ثانية. وده ادى المبيعات زادة بين سبعين في المية. والشركة دي بيبيع مش عارف بكم مليون في السنة. فهو يعتبر تكون تبير برقم ده. صحيح. ولحظ ان الحاجات اللي انت بتقولوها دي بتحطه ارقام. ايوة لازل تقوانتيفاي. ادي للراجل. بص انا برضو عندي وجهة نظر. ممكن تكون وجهة نظر مش دقيقة. بس انا شايفنا هما الانجليزي عامة هما بيحبوا يعني 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 اديني معلومة كده يعني اديني ارقام. اديني ديني حاجة المسها. بتغيرش تحكي لان انا جامد. انا عايف ان انا جامد يعني خبز انا ما انتو باكرة. كلها ما اطفقين انا جامد بس اثبت لي ان انا جامد. وبرضو في ناس عندهم مش كاية عاش تثبت انا جامده يعني. يعني. حتى مش شرطة تكون جامد. سأثبت حاجات ممكن تعملات حاجة بسيطة. يعني حتة مسلا انا وانا بقدم في المية الاولى. ما حطيتش دينك اليوتيوب تشانل بتاعتي. ما عاربش يعني ما حكوش شايفين حاجة مهمة يعني. بالعربي اصلا. عمين هيبصة علي. وكان فيها مش عارف الف خمسة. يعني حتى حتى عندك مية الف يعني. يعني. مش مهمة لانجلتر. بس لا دي وهي تارت مهمة. مش بقول ان كل الناس يكون عندها يوتيوب تشانل ولا تكتب ميديم ولا عندها يوتيوب. بس بقول ان ما تسيبش معلومة مكفيدة. لو عندك فروف لحاجة كويسة انت بتعملها. طيب حاجة. ديها امباكت حطها. ماشي? طيب. نيجي بقى لدي. دي حرف احنا قلنا ايه? personal letter. والسي في. والسي في. والسي في. والسي في. والسي والكومنتشن اللي تت. دول اهم حاجة. صح? انا كلمنا على اول نقطة البروسن التتمنت. تاني نقطة كلمنا على السي في. وقلنا ما تنساش الاتشيفمنت. والبابليكيشن. انا بأكد عليها هي التانية حاجة. انا مش عايز اشوف سي في. من غير اتشيفمنت وبابليكيش. فكر. يزم تبزم ما برضو. معاش انا قبل ما خرش في هاتف اشتدي مهمة جدا. خدش السي في تا دا. انا هو كان بيقولي السي في تاعك حلو بس انا عايز اديهم حاجة كده تباين انك انت. يعني هم مش هدوك تكسبش انا التلانت. بس هم عايزين شوفوك انك potential talent. او يعني potential leader. اديهم معلومات تقول والله يا جماعة ده انا كان في مشاكل عملتها كزا. يعني كان في واحد حتى. كان اه هو كان team lead في مصر. في شركة اه شغال معاها في مصر. وقال انه هو كان في مشكلة في product معاه. وانه هو عمل الالايمنت ما بين اكتر من team وحل مشكلة تكنيكا ايه. وده دي قدت للشركة بتاع تباعة تباعة مبلغة ايه. الشركة بتاع تباعة في مصر. كان start up. وهو كان جايب اه اه من ال city o بتاع الشركة دي. واخي ببالك هو فعلا كان راجل عامل value للشركة بتاعته. وكان انا ساعدت الشركة دي ان تطلع بطاك كويس. وجاب يعني ال city o بتاع الشركة دي في مصر. اطلعي بس ال city o في مصر يعني لا على. اه لا هو واكل. انا اجل ليه محترم. فهنا بقى لاش نقلل من الناس اللي عندناها. او ما تقللش من شغلك يعني. اوكي? طيب احنا دي قلصنا الجزء بتاع Cv واكدنا ان احنا محتاجين الناس تتكلم على contribution بتاعيته. دي قلت احنا نتكلم على the letters. طيب في the letters دي بقى انت ايه اللي محتاجك تقدمه. نقولنا اهم حاجة ايه? the personal statement ثم CV واكدنا على cv نقطت بقى the letters. انت هقول ايه شكلهم العام باك هديكم اجزامبل كده من يعني من حد عمل لي الكمونشن لتر وهنا سأذنت انها شاير لتر بتاعه يعني. طيب اول جزء هنا هو بقيل لك ان انا عزيكم معاك ثلاثة لتر. من ثلاثة different will established individual acknowledged as expert in the digital field. طيب الاول ناخد الجزء ده. هل انت بمحتاج ناس تكون يعني اختراعة الزرق قبل كده? لا. هو ناس تكون عندها ام يعني ام يعني ام هما ناس شطار في مجال ده عمله هو راجل سيتي او ولا راجل في بي في شركة ولا راجل اشتغل في شركات كبيرة قبل كده عنده بوبليكيشن ام ام يعني عنده شركة ولا بدها شركة كبيرة فلازم يتثبت هتقول ازاي ان راجل ده كبير وهقولك ازاي هتكتب ده في اللتر لازم تثبت لهم الكلام ده في اللتر. ماشي? with detailed knowledge اه اه بعد كده حاجة تانية ايه العلاقة يعني ان هو لازم يكون عاية في knowledge على الشغل بتاعك اخر اتنشر شهر. ماشي? او امور طبعا. ماشي? ولازم اه اه عشان يسابورت الايه? عشان يسابورت بتاعتك. طيب عشان يسابورت بقى بتاعتك. محتاج ايه? لازم كل يكون عنده حاجتين واللتر يكون فيه شوية حاجات. ايه الحاجتين اللي في اللتر? ان اول حاجة عندك كده ان هو لازم يكون. وان هو عليها في شغل بتاعك. ما يفعلش عشان يجيب واحد تعبلته كده في الطرقة في الشغل وتعاملية كومنتشن لتر. مش زي لان كده. لازم حد يكون عاية في واعمل انت عملت ايه? بس سينيور ميمبر او زا ارجنزيشن يعني هو سينيور انجينير مسلا ولا لازم يعني انا لو جونيور ما ينفعش سينيور. لا لا. هنا سينيور مصوب بيها. يعني اعتقد. يعني اعتقد حتى اه وانت طالع ويكون تكنيكال او عنده في الفيلد. ماشي? اه ماشي. اه ايه بقى الليتر ازا يكون ايه يتكلم على البي اباوت اه الجروب التالي بتاعتك. ما يفعش اه ما يفعش الكتب يعني ما يفعش تقول الليتر اه الى ماني هاموه القام. لا. الليتر يكون موجه لجروب التالي قبل الكاشر. هو هيك يقول كزي تثبت الكلام ده. الاول بعكال اليوزر اه هيكلم هو يعرفك منين وازاي. وايه الاتشيف من انت عمتها في الفيلد وهو يعرفها. فهي اخر حاجة او مش اخر حاجة يعني. اه ليه اليوزر اه سوى ليه اليوزر او الشخص اللي عميه ليه شايفك انك انت اكسيبشن التالت او برامس. هو ليه شايفي الكلام ده. واخر حاجة هنا الكونتوبشن اللي هو شايف انك انت تعملها في فيديوكي ديشتال ماركت. ماشي. كل الليتر لازم يكون يعني متعملوش خطي خليها بكتوب بالكمبيوتر. وديتت. انت بتقول لي هو دلاتي لو طيب ده ديتت. طب انا مثلا وانا بعمل الابليكيشن مش عايفي اقدم امتا. يعني هو ديتت يعني محطوط عليه تاريخ اللي كتب فيه الركومنديشن من الشخص ده. فانت مثلا ممكن احنا في ديسمبر دلوقتي فانه هطلب الركومنديشن دلوقتي بس انا هقدم في يناير او فبراوي. بالضبط. فانت وجهت نظر ايه? اعمل جوجل دوك بنا كوبين. تعالي اخوة دي بس مهمة الاول. نعمل اول حاجة اعمل جوجل دوك بنا كوبين. وحط فيها شكل اللي اترى اعمل ازاي. وبعد كده حط الحط اللي هو يحط فيها بتاعته لها الكاميرا كاميرا شوية. باكات حط النقطة الشغلت فيها مع بعض. وسيب التاريخ والامضة تحت. قل له بقى قبل ما اقدم. الخاصة ما انخلص الجزء ده. اطباحها ووقحها او حتى وقع الالكترونيك ده وحط الديت سعيد. ماشي? يعني ما تعملها وبعد كده تفكر. يعني انا كنت عملت كده. لما بدأت اقدم خاص بقى عملت الكلام ده. مات ايه يعني. انا فاكر كنت قلت بوينت برضو ان هي اه انت الشخص بتساعده في الحطة الكتابة. اه. طيب انا انا بعمل ايه? انا عملت ايه? في المورة الاولى انا سبت كل واحد يكتب وهو كواه كتاب كويس صح? مش هقول لحد في مصلابني يعني. بس ساعات هو الكتابة مش مش على الستيل هم عايزينه. كان فيه ناس ما عندهش وقت فانا ضغطها لغاية ليلة التقديم حرفيا. اخي الديدلاين لتقديم اللي بكيش دعتي. ما كنت عايز اقدم يعني. فالصالباء خليتنا ما نرجعش هو عمل يعني الكتابة مش فاش نقطة ما كنت عايزها اهو كانش فاكر. فكتب نقطة حلوة بس عامة قوية. حل? فانا وكنت نظري ايه المفروض يتعمل? انا مسلا يعني انا هدي مثال. انا كنت عايز من مدير مديري. حل? فروحت وقلت له ان انا عايز اه انا عملت الاول. اول حطيت كده للتر. وجيت في الجزء انا عارف ان يكتب خمسة براجراف. سواء نتكلم معلومة كانت شوية. فكل براجراف هو طبعا عارفني. بس ممكن يكون مسلا اولا وقته دايق. هو بايد الفوتوات دايق. وبسبب ان هو عارف نفس كده ممكن مش فاكرني او فاكرني بس مش فاكر تفاصيلين انا عملني ايه مع بعض? ماشي? فحط له تفصيل انا عملت ايه معاك? احنا اشتغلنا في ايه سوا? انا عملت ريليز لايه? انا عملت بلوج مسلا فاكر الحيط دي عملناها سوا. فاكرت ايه دي انت كنت وفقيتلي عليها. فاكر مش عارف مشروع ده. ده. عادت احط له كم نقطة كده. يفتكرني بيها. ماشي? وبعد كده ساعات كمان كنت بحاول احط مو ديتيل عشان يفتكرها. فبالتالي هو لم يمسك الابليكيشن يحط الكردانشن بتاعته عن نفسه. وساعات كمان كنت اكتب عنه. بقول له ان دي كده يعني بص عليها. حال? وايه? وحط له الكرام ده. هو يخش يكتب فيبقى دني اصرع له شوية. فدي بتصرع الوقت شوية وتوفر الكرام ده. حاجة تانية ان انت لازم لازم تكون صايم بالاوسر او ساموان يعني اللي بتكون مندك. اه فدي بعض حاجة مهمة. لازم ما يفعش انك انت يعني ممكن تروح مسلا لشركة تقول شركة دي لكون منديني مسلا. مسلا الستي او مسلا مش فاضي. فممكن ان السكراتير بتاعته تمضيها مكان وتقول ان هي يعني ايه موكلة ان تدفع مجال. حاجة تانية تحط رقم التليفون بتاعه والاميل ادرس بتاعه والوجو والكلام ده. ليه? عشان اه ممكن اه هما يتصلوا عليه. ماشي? اه برضو لازم تجيب السيفي بتاعه. دي حاجة برضو بصراحة سخيفة شوية. في ناس ما بتحبش بتاع السيفي بتاعه. دي كانت مشكلة بمناسبة. يعني في ناس انا كنت عرفها كويس جدا. وقيتلي معيش انا مش عايزة مش عايزة دي سيفي بتاعي لحد يعني في مرموات بصنا. طبعا ما عندكش شورت فازقتلي اه عادي. فازقتلي اكسبورت لينكت ان بتاعي ونعدل فيه شوية حاجات. فبرضو دي حتة قد تكون مشكلة شوية. المهم الجزء ده عشان يثبت انك انت بيديله كردان شال يعني. ماشي? ولازم ان فيه زي ما قلنا فيه تنبلك كده. فنت حاولتهم يعني ايه؟. يعني ما تحاولش انك انت دي برضو حتة مهمة جدا يعني. فانوتوكم شوية حتة دي. ما تحاولش في ال ال انك ان تكويبيس صح? نفس كما هو بقلك يعني انك انت والله لinizi حلطت تجيب او افدنس. لاتناس تاني والله يعني هما يعني هما يعني انا احد قال لي. بياغدوا بشكل أنا عابلت حد هناك يعني ما عرف فين وقال لي الموضع بيديهم جدا يعني ده شخص حتى مش قايت لا 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 ما فيش بلاك لستين أنا بأكد ما فيش بلاك لستين بس فيه ده ده هو بيخاص بيروجكت لا أنا مش هاخد واحد مكسل يكتب حتى لتر شخصي يعني لا يعني ده حقيقة ده مستقبل مكسل يكتب في لتر خلاص بقى يعني هو فعلا يعني يعني مشكلة مع الناس حتى دي يعني ماشي فما تاخدش يعني لتر له وروجكت تاخدوش كوي بس تدهولهم هيوجكتوه بشان هو وحش بش هم عايزين حاجة تكيب معنا كده اوكي في الركومنديشن لتر يعني احنا بس عشان ما نطلعشوا منها ركومنديشن لتر بندور على ناس سينيور في شركات احنا اشتغلنا فيه ونحاول نسعيدهم في الكتابة بتاعتهم ندي لهم اكزامبلز نفكرهم وماشتغلوا معنا في ايه والأشيف منتس بتاعتنا واي حاجة ممكن ندي لهم جايدن او درافت كده يبتدوا منها عندك نصيح معنا في اختيار الناس دي اه عندنا نصيح في اختيار الناس تنوعهم مسلا ما بين الشركات انا في المرة الأولى بصف مفيش يعني هما اونلاين مفيش جايدنس فالجايدنسات يمكن تكون يعني perspective اللي انا شفته يعني مش منطقة تجيب كلهم من شركة واحدة ولا من فيلد واحد ولا من بلد واحد ولا اوكيبيشن واحد يعني مثلا انا في حد اعرفه كان هو شغف في مصر ماشي ما عابلتش ناس يعني هو اشتغل في شركة واحدة مش عارف في مدة خمس كان شغف في شركة مش عارف ما يعنينا شركة مش عارفت في مصر هو اشتغل فيها تريبا موظم الوقت حل فهو دلوقتي بيقول مثلا ان انا اوضم مصر محمد مش غشغي مع ناس دي طب ايه الحل بنحاول نفكر باوت في سبوك شوية طب في دكتور في الجامعة ممكن يفتكل الشغل اللي انت عانت في الانتراجاد ويتفاعملك يعني فاهم موصد ايه فالحطة تيب تبقى مهمة جدا بصراحة منهم عارفين ناس كتير تكون اتعاملت معاك ويشهدو لك من الاخر فاللو ما اعتقدش من فكرة ان انت تجيب مكان واحدة وارجنازيشن واحدة هيكون حاجة صرنج في بتاعتك بس لو ما عندك شجر ده يعني اعملوا طب انا بقى اقول وقت نصري هم عايزين ناس تكون من جنسيات مختلفة ووظيف مختلفة تماما ويفضل كمان يعني فيلس مختلفة يعني انا في الابلكشن بتاعتي جبت حد من التك وجبت حد من الاكاديميك اندستري كان دكتور اشغال في كندا في كمانا في كندا وجبت حد من شغلي في انجلتراف شركتي اللي فاتت كان موتي تركي فقصدت ان اجيب واحد انجليزي واحد تركي واحد مصري انا جبت ثلاثة مصريين واثنين انجليز واحد تركي فانا نوعت شوية جبت واحد كمان يوناني يعني حولت ادي تنوعات في الابلكشن بتاعتي بس يعني ايه اللي هنشفت في الابلكشن تلاتة لا ما نريس اقولك انت محتاج انت ممكن تقدم تلاتة بس ممكن تجيب يعني انا جبت سبعة تلاتة من وربع سببورتينج ده اللي وغيركو ده سببورتينج مكانش المين انا وجهة نظري الناس بيكون تلاتة مختلفين هتا يعني مش رأت هتا جنسات مختلفة يعني شفتو كان البتن ان يعني غالبا بيبقى تنين مثلا من جنسية وواحد من جنسية او تلاتة من نفس مصريين مثلا بس يكون واحد يقعد في دولة ما وحتى كان يعني كان فيها ناس في حيثهم بيعضوا يمنشانوا مثلا بيقولوا يمنشان انك انت معاك جنسية تانية مثلا يعني مش بقول ان فيها انصرية بس هما بيحبوا يشوفوا بتاع الفيت باك وان كان دي نقطة اختلف معها شوية بس هي نقطة هما يعني من لها فهمتو وليشوفتو من اتقابلت ولا ترفضت ان فيه بترنا بين الناس تكون معاك جنسية مختلفة وقيبشة مختلفة يعني بوزيشة مختلفة يعني جبت واحد اه اصمت اكاديميك دكتور جامعة وجبت واحد اه منجة في الفيلد بتاع الديتا وجبت واحد هو دي ريكتور في شركة مسؤولة عن برودكت فاينانشال برودكت يعني فا يعني مش هايفل نقطة الواضحة بس هاي دي اللي انا فكرت فيه اوكي يعني نركز بالاختيار شوية ونحاول نبين لهم من فيترنا وعين بحاجة بفيلد معينة وبحطة معينة او بأورجنزيشن معينة لا نحاول نففاهمون انها شخص تالنتد على نواحي كتير على دومينزي كتير على أجنسيات مختلفة الشواهد تبقى دايفرس قادر المستطع انا جبت جبت كومنتشن من واحد كانت عرفه من ست شهور عشان يعني انا كنت عايزة أثبت الواضحة أكتر معين انهم عايزة نشاشع وما كانتش فيه مشكلة دي كانت سابورتينج ولا أسي كانت سابورتينج مش هسي بس يعني أنا وجهة نظري يعني قدامي عشرة دوكومنت سابورتينج فهستغل عشرة دوكومنت ماشي طيب نيجي هننزل تحت فانا هننزل بس هجسه بسرعة كده مش هخش تفصيل هي فوق دي هي دي بقى هنا لازم تقولنا والله بجهم خلينا نعدي نكروس كده لو ما حط نهلنا في دي طيب هي دي أول حاجة هنا هم كان عايدين هنا هنا بي اهي اهي اه اول حال يكون اللي هو يكون ويكون مش شريط للحاجة تعني فانت بتقوله هو هنا ان هو بخصوص بتاع الشخص ده فمش اليمن يهم هالأمر اه ماشي اليمن يهم هالأمر دي ثم اللحمر ده فضحه اه مش شايف انا عارف اللون وحش اه بس ده عن الشخص اللي بيعمل لي انا اختار يعني هو اختارت وهو ام هو ام حط كده بيقول هو عنده مش عارف كزا سنة في المجال وهو مش عارف ام اشتغل فين ابل كده وعنده مش عارف كم سنة في المجال وعنده ابل كيشن فين والكلام ده اختار لو احنا لين نسمعك او بيسموها بيسموها credential او انتر يعني سنة ده سنة كده بس مش عايزين ايوه طيب هو ده ده بيسموه credential او انتر ماشي بيسموها regarding credential انتر بيسموها تبعا طيب الكنتر الشخص نفس credential شخص ودي حاجة موجودة في checklist لو ما اكببنها في حتة بيتكلم على اعتقد بيتكلم ان هو على تعطو ولا تعريبا حتت بيسينيور سينيور ممبر اه بس انتر ان هو leader برضو اه اه اكنوليش مش عايز اي بيس اعنى اعنى اكسبلين how's also another applicant اه how's also consular applicant في حتة كده انا انا فكر كان في كلمة leader عن الشخص نفس بي في حتة مش راكة فين وكانت موجودة في اعنى انا اكيد مش هناضي عاوية اعمالها بنفس احنا شخص داي يعني بيعرف نفسه في الاول بعدين بنخش بقى ريكمنديشن بتاعتك ده بالضبط يعني انتو لو حسبتوها كانت لقى barograph مسافة barograph وسطرين هنا اوكي يعني بيمن يعني مصريين يعني لو هو راجل معاه يعني هو من جنسية تانية خاص واضح لو هو مصري مسلا وبتاعدها هو التاني مش محتاج يقول غيرات الجنسية بس هو ممكن يلما حلها بشكل ما الدولة اللي هو قاعد في دلوقتي ماشي يعني انا عايف ان الحاجات دي سخيفة بس يعني لأسف يعني هتقوي هو يعني بتاعنا مهم نجل نططنا طيب هو هنا بيتكلم بيتكلم انا عارف بالدامين بعد كده بيتكلم انا قبلت مصطفى ده من امتى اهو لما جوين ده وكمال انا كنت بتاعه كده خلاص دي البوينت بتاعت هو قبلك ازاي هو بيبتدي ان هو ابتدى مقدمة كده عن هو بيقيم الناس ازاي وبيدي انترو كده قبل ما يركم عندك شايفك انه ازاي وانه ازاي ازاي يعني دي بس انت بيتكلم بشكل عام يعني هو كلها تحط لها شايف مش لازم يعني هو رجل اه هو يعني قصو الله اخيرا 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 ماشي بس هي الوينت الاساسية هي حتة اللي احمد الله احمد 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 تمام طيب مش الجزء الثاني اه الجزء هو الحتة دي سانية واحدة اه هي دي يعني دي وجهة نظري يعني ان هو انا كنت في ايه انه مش بس كنت بعمل شغلي بشكل كويس باشتغل مع هاي مش عاي في top في AWS لا كمان اللي ايه ان انا كنت يعني باشتغلت ان انا في في امازون وان انا كنت بيوتيد لهو دي اه كوننكتور از واحد من دي حاجة انا عملتها انترنال وهي ودي حاجة بيعتبرها يعني مش صغيرة يعني اوكي طيب اه معيش في شوية احمد عشان في حاجة personal شوية فكذا هو اتكلم هنا على الجزء التاني ان والله مصطفى كمان مش بس اه انه مش بس بيشتغل حاجاتكم هو كمان بيقدر ودي حتة مهمة جدا برضو يعني ان واحد يعني شخص ما يذكرها ماشي وانا ذكرتها لان انا كتبها في حتة تانية فكنت عايز حد يذكرها اقولت انك اه اوبرسورس وجيت هاب انا انا عامل كود اه يعني اوبرسورس كود وحطه تحت اوبرسورس تبع البلوك دي ماشي وهو ايه كنت انا عامل يعني منشن البلوك دي في ايه في كمان في الاتتشمين تمام وبعد كده بقى في هنا يعني حطه يعني بيشكل فيها كتاني بس برسورس شوية مكاو يكاتب ايه هنا في الاخر بدا بدا كفهم جدا هو بقى اللي هو هنا بيقوله ثانية واحدة احنا الوصول ايه اللي احنا عملنا واحنا احنا احنا اوه عارفك ازاي هي الاحي بتاعتك ودي والحاجات الاخرى و ازاي هو بيكون سيدرك انك بتشو بتاعتك دي بقى اللي هو هالكتب احنا بيقول ايه الشخص ده انه يبقى مش عارف التك سكتور هنا ومش عارف ليه يعني وبقى هتنفع ازاي اللي هاي جوين يعني هو بقى يبقى يتكلم كده في الاخر يعني مش عارف ايه انه هو هيعم هو كده الراجل ايه يعني جزا الله اخيرا كده ايه عارف ايه كفة ووفة يعني خلاص هو كده اه يعني بس هو لازم كل اللي تاكل كل اللي تاكل خبالك كلهم مش واحد بس يعني كل واحد لازم تتكتب بشكل مختلف يعني مثلا ما ينفع حد اللي تاكل ما يقولش انت هو شايفة كنتكو مفيد للمجتمع اصباح الفل لازم ديكم موجود دي كده اخطاب ناقص او بيقول لك مصد مصد مفيش حاجة هما كمان انا انا بس مش عايف اعطاك هما كمان كان في حاجة حطين تمبلت مكوهلك بس لو اعد لو لمسناها اعطاك كده اللينك ده بس هنجيبها يعني اوك بياناته الايميل بتاعه بيوصنا الايميل بتاعه او الشغل او هو عايز الايميل بتاعه الرقم التليفون عنوانه اعتقد مش اتأكد حط عنوان او لا هنا او شركته الشركة وتوقيعه هنا والتاريخ هنا اوك يعني دي كده ايه القصة دي طيب اه ماشي احنا كده في حاجة نسيينها اي انت رأي انت جبت تلاتة اكوية انا مثلا اعرف حد مثلا بالفتعة قوي بس ممكن مثلا انا حاس يعني مش هيبقى يعني مصري او واحد انجليز او انجليز او او انا عايز انت نوعية فهجيب واحد كمان انت لك في كل حاجة حال فهتحط التلاتة السين حول نواح مده ده وبقيت العشرة ممكن تحطهم ضمن العشرة او هي ايه في كل حاجة هو دي بيقولك انك انت معاك انت هنا معاك عشرة ممكن تحطهم بتاعتك ماشي العشرة دول مكان ترفع بتشوف انك انت راجل حلو دي غير التلاتة فانت لو جبت خمسة هتعمل ايه هترفع التلاتة ازل يعني سنة كده تعريكم حاجة بص شايفين السكيم تادي واضحة خبرها بس حلو كده طيب يعني مفوضة ما تعمل موقع ما تعمل لينك طبعا انا مخاب بالرقم ده مش هزهر لكم ده في الفيديو بس في رقم هنا في رقم الابليكيشن بتاعتي انا بس شايل الابليكيشن فورم ودي في شوية تفاصيل عنك عادية بتكلم بتاعك تكلم عليه كده كمانتشن لتر 1 كمانتشن لتر 2 كمانتشن لتر 3 دول 3 تمام صح صح اوكي لديك بقى هنا evidence files هنا انت لك up to 10 ابل از ترفعهم او maximum 10 10 10 دول ممكن يكون اتنين منهم زي يعني انت معك خمسة فرفعت ثلاثة هنا حطيت اتنين كمان هنا يبقى كان معك خمسة وليس نقص لك تثبت حاجات اللي ستتكلم عليها اوكي اوكي تمام واضحة ماشي هنزودهم ك evidence files زياد اه دي هنتكلم عليه دلوقتي اوكي تتانين بالظبط طيب نيجي بقى ايه ل ايه بقى دلوقتي اخر نقطة احنا كده كلمنا على ان فيه ثم قلنا ان فيه CV ثم قلنا ان فيه ثلاثة recommendation letters ثم قلنا ان اه تشوي التفاصيل على recommendation letter موظفات الناس تفضيلاتنا لل للتنوعية تفضيلاتنا ان انت كل الوقت يترافيو من شخص تاني قبل ما تتسلمه اه شكل اللتر عمل ازاي وان شاء الله لو رقينا example انتو تشوفو اوكي تمام اوكي نيجي بقى لاخر حاج دي بقى evidence انت سواء exception talent او promising لازم تحقق شوية character حال انت بس محتاج تدوم evidence على character دي تعال نمسي كام بص على الكلام ده هو انت محتاج at least two unique documents showing you are recognized as either a leading talent or potential talent ماشي هنشوف مدات character and at least four unique documents showing you have any two of the other necessary skills هنشوف optional ايه هم تمام يبقى كده انت محتاج اتنين من الحاجات المنداتوي واربع من الحاجات optional ايه هم المنداتوي option هنشوف كمان شوية تمام يعني فيه كده character هنتكلم عليها فيه حاجات مثلا هنتكلم عاييه كمان شوية انك ترفع مثلا والله ان انا ماشي ده كده هيبقى من حاجات هنالفح انها بذاكر وبجيب وانها بجيب دي حاجة هنالفحها وهنثبتها كمان شوية تمام وما ينفعش جيبنا اتنين لنفس الحاجة اوكي متفقين اه ماشي يعني يعني ما ينفعش لا حد ما لازم نجيب حاجات اللي انت بتقولها دي هي مشروع طعا نشوف يعني بلاك او طيب ايه الاكزامبل بقى هنا? هزا شوف الاكزامبل. طيب. يعني انت كنت ليد اه في برودكت يعني برودكت ليد الديشتال التكنولوجيا كامباني. او انت كنت في التيم التكنيكا اللي جوه. ممكن بردو تقدم على الفرنس لتر. يعني انت ممكن تقول والله انا جبت لكم. يعني الافدنس لتعتي هنا انا جبت ايه من واحد ما كنت شغل معاه ان انا عملت في البرودكت ده. وجبت لكم ايه من اهو. ممكن كمان. ماشي? افدنس لنا كنت تورينا نيوز كليبينج. يعني اه خبر مسلا اه في الجرائد او مواقع. او لينز اوف كود و بوبليك ريبو. انت قدمتو. بيوري الكلام ده. طيب تعال وريكم اكزامبل. تعال نستوب شيرينج. وريكم اكزامبل. انا. يعني في حاجات هادة وهيك وانا قدمت ايه فيها يعني. دي سانية واحدة. اه هنا. لا مش دي. دي سا شوية. سانية واحدة. اه 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 ام طيب. دي. طيب كده هنا. اه اه. طيب. شايفين سكريم بتاعتي? اه. طيب انا هنا اه انا ساويكم بيت افدنس. ساويكم افدنس اقدمتها شكل عمل ازاي. ده مسلا مضمن افدنس ان انا اتكلمت على البروجيكت او اللي انا كنت اعشرها مع دكتور بتاعي ووريته اسمي هو يا عم اهو. ووريته حطيت سكينشوت لدي مع شوية حاجات تانية. اوكي? ده افدنس مع حاجات. ده احد الافدنس ان انت قدمتو. اه. في مسلا حاجة تانية. اه. سانية واحدة. اه. هو لي مش روني زوم. طيب. في افدنس تانية. انا هنا كنت عامل بلوك. ماشي? اه. والبلوك دي انا اسمي هو فيها وكنت انا نشيرها. مع موقع امازون. ماشي? فانا خلص مش محتاجة ديهم يعني. هو انا شو. في الليتر كان كاتب ان انا على البلوك بتاعتي. فانا كده ووريته حاجة هي. ماشي? مم. اصلا انت مش محتاجة تبروفايد اللينك في الحاجات دي. يعني. بحط اللينك. يعني. طب انت على ما بتاقلود لابدنس. بحط. يعني انا كنت رافع اللينك. يعني كنت رافع اللينك. المقال ده ازا 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 بي تي اف ما فوق على موقع امازون. فاللينك يبقى موجود فوقه في المقال. ماشي? وممكن احطوهم في بروسنا استيتمينت وحطوهم هو احطوهم في الحتة اللي انا بس كنتم خبيها. هطلهم اللينك بتاع المقال ده مكن يبصوا عليه كمان. في الكومنتشن لاتر. اوكي? ايه. واحطوهم تحت اللينك بتاع اهو. ممكن يخش يبص عليه. واللينك اهو موجود فوق. انا ظاهر اللينك اهو. اه. ماشي? اه. طيب حاجة كمان. انا كمان كنت ناشر داتا مع التيم بتاعي في الريسيرش. والداتا بتاعها اسمي اهو. ايه تاني? اه. في حتة كده. هوايو كمان شوية. واحنننزلين في افدنس. يقولك حط الاستوكو افلو بفايل بتاعك. فانا كنت يعني اعرف المعلومة دي. اه. فكنت احطي الاستوكو افلو بفايل بتاعي والحاجات اللي انا جوابتها والبوينت تحتها. فانا مش قوي قوي. بس هو مش ضعيف خلص. فكما مسلا ضمن الحاجات اللي انا حطتها يعني. ماشي? اه. اه. اه تاني. اه. كنت حطي مسلا ده امازون ده اللي هو اي ده ده ماشي بتاعي. كنت حطي الكونتروبيشون بتاعتي في الكود اعمل ازاي وده الكونتروبيشون بتاعتي في الـ. يعني مسلا ده WABLE بمناسبة يعني. هل? فانا كنت حطي الكونتروبيشون بتاعتي في الريبو ده. معينوا WABLE بس حاث بالباخر من confused screen مع انها. اه طيب في حاجات تانية بس مش ينفع اوي هاركو. يعني في حاجات يعني فيها وحاجات مش ينفع يعني فيها فيها confidentiality بس في حاجات زي كده في حاجات حتى لو في حاجات internal لو في حاجات ماشا يعني خلينا نقول يعني ممكن تجيب letters من ناس انت عملت ايه مثلا وبالتالي دي تحسب بالنسبة له ان انت عملت ايه انك انت عملت evidence في ماشا عملت طب خلينا كده نشوف الثيمة العام انت قدمت paper انت نشرتها article او blog انت كتبتها على موقع amazon حطيت github ممكن بيكلم برضو على contribution انت عملتها في الشركة ودي اذا اولتك ده مش ينفع اواري الكلام ده عشان ده تبع ال mandatory ولا تبع ال optional ولا تبع ال اتنين يعني هو انا يعني يسمى بص ايه يعني فيكم ماشا انا مش فاكرة دي راتي هنبص على سوا بس مثلا code referbo ده ده mandatory انا احطى برطها قزل من mandatory اوكي قزل تاني بتاع demonstration ده عملت communication الترافيه فده قزل من mandatory ماشا او ممكن برضو اعني مثلا اعسبيه مثال اه هنا انا هنا وارد لهم ال channel فيها مش عارف كام view كام ساعة مش عارف ايه وكاتب عليها شويه كلام يعني قلت لهم والله ايه الحاجات دي بتعبر عن ايه جوجل انا اعتك سبعا مش حاجة واو قريب بس يعني ايه حاجة احسن ما فيش انا اتكنتربيوت لسوسائيتي بتقدم كونتنت اه فانا ما سبتش حاجة لو يعني ايه قلت يعني زي ما قلنا طوام حاجة انا عملتها مش هسبها هو لو هسكورها و هسكورها في حتة ما مش عارف يعني مش فاكي ممكن تركدوها فين يعني اوكي طيب اه ممكن برضو زي ما قلنا قلنا الجوز ده خاص قلناه طيب outside your day to day rule lead or wear a significant contributor to open source project انا مثلا تكلمت على or as evidence from اه 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 ومعي الكوب بتاعك فعشان كده جبتلهم حاجات من جيت hub مسلا اه contribution بتاعتي ريبوز ستارز وكلام ايه الprivate ريبوز بتاعتك بتوالين ممكن contribution chart بتاعك انك بتاع regular ده برضو حاجة تانية من day to day rule بتاعك ايه الحاجات انت established مسلا عملتها في large technology lead مسلا اني شوف انت عملت حاجة project one source كبير او حاجة زي كده اه بس لها علاقة بالبزنس او مثلا انك كده وعايز بقى ساعتها reference من global senior project security ده انا جبت واحد منه برضو اوكي اه ايه تاني عايزيني فتكر you have nationality اه دي فيش رايد يعني 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 price is ما اعرفهاش قوي اوكي احطانها انه انت اه كرامت مسلا في مسابقة عالمية او حاجة زي كده دي حلو cm مسلا مسلا اه هم حاطين cm اعتقد لو انا فيه link بتحطه هنا اهي cm ممكن تحطها كجزء من الحاجات دي برضو من الحاجات بس تقول باكي انت لو معك cm price يعني في الكمبيوتينج عمدا انت ممكن اصلا تاخدها من غير اي اه يعني لو انا فهلم صح? اه لا لا انا مش بتكلم اه بس ممكن حتى اي سي ام من ضمن الحاجات. اه بتكلم اي سي ام اي سي بي سي او اعتقد اعتقد اكون ضمن الحاجات. اعتقد اكون ضمن الحاجات. اوكي. اه يبقى في هاك كتير بقى بس ان وقت حسنا طول اقاوس يعني في بقى مسلا اه مسلا اه مسلا. اللي انا حطيت اللي ايه البلوك بتاعت امازون بتاعتي. وده كله خباك ده كله ايه من ضمن ماشي يعني خلينا ما تبحرش في النقطة دي اه بس في حيثة مهمة هنا لو انت حاليا على تيرتو او انت مثلا بتاخد سلل كبير في الامارات مثلا او في دولة تانية في اوروبا فده بي اينديكيشن لكم دولة او انت عندك اوفر من شركة هنا فهو ممكن توريله او اللي ده انا معايا يعني ايه يعني انا بيجيب والله بيجيب سلل الانفورميشن كبير يعني فيش ناس مسكة بيجيبني من الامارات المسعودية هم اصلا موتا ما شاء الله انا كويس فانا ممكن استغل الكلام ده ان انا اقدمه كايفي والله يا جماعة ده البيس اللي بتاعتها وانا اقدمتها فعلا بس اكتبتها في انجلترا بس دي كده الجزء اللي احنا بس في حتة انا عايز في حتة انا وصك المكتوبة اهي 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 بصور بيقولك هنا من ضمن الحاجات ايه لعا مسلا انا وعدتلي وده مش بس ممكن تقول مسلا طب في السرتيفكت انا عملت ايه خيانا ستوب شيرينج مرة كمان اريكم حاجة اه تماما الناس بتبقاش زهيت معنا اه اه محتاجة ههمة عليها شوية اه سانية واحدة طيب انا هنا عملت ايه اخترت دي تقيبا طيب اه خيانا شوية سكيم بتاعتي تاني اه هنا بسم الله الرحمن الرحيم انا هنا ادت لهم الايه انا كنت واخد ال AWS Certificate بتاعت مثلا اه وكبرها شوية لو تقدر مش لازم مش اه يعني هي اقبار مش اعمو في دي اليوم يعني يوم من انت يكون معندك بس امعك Certificate زي كده وازبطت لهم اللي هي اه هي اه وممكن يكليك على لينك ده هيروح شوف Certificate Study اوكي اتقدمت ازا بي دي اف يعني مش صورة اه ازا بي دي اف كمان بقى كمان احنا عملنا كده اعتقد ممكن ثانية واحدة ثانية واحدة اه انا مثلا على كورسيرا كنت اه واخد شوية Certification من كورسيرا اه فانت جمعت Certification كلها في Evidence واحد الله ينرى عليك شوف تراهم مع المهم اه اه انا 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 بزلت يعني شكو باكي موضوع محتاج طاقة انا حسك قعدتش فورت احد حضر انا انا تفضت قبل كتر انك كنت مستهتر في مرة الاولى وقدمت افدن صعيفة جدا ما اهتمتش بتفاصيل مرة التانية اركزت في تفاصيل انا ادي يعني ما سبتش حاجة عارف اللي هو ايه اطلق سهمك يعني ما سبتش حاجة وضربت فيها سهم يعني يمكن تيجي ما تستقع يعني انا ما قلت لحد والله عظيم اه شابي مشابي كانت مقدمة واتقلوا اه حطوا كورسيرا ويودمي سرتيفكة تعالى اللي يا عم يا دي لها اي لازمة هقول لك بقى ليه لي دلوقتي ليها لازمة ماشي في الابشن الكارتري اوكي مكنتش مصدق انك اتفرق ماشي طيب how do I do the option by the character how do I demonstrate I have a proven track of example innovation مش عارف اي طيب I can demonstrate by the original significant project lead كم ده كان العربي كانت انا بس عايز اجيب حاجة مركز عليه هاني نستقع الكلام ده بس انا ايه evidence innovation دي ماشي اه لو انت اشغلت في project حتى بوضو ممكن اقول عليه حتى لو انت شغلت في project project ده ام 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 مثلا عامل حاجة significant في الماركت مثلا ممكن تحط شغلت في financial numbers يعني ماشي ام او sales او حاجة زي كده بس في حتة كده بتاعت الام طبعا ال papers او حادي عنده paper او patent والكلام ده يعني بوضو حاجة مهمة جدا بس هو بيكلم ايه which have you selected to support the timing of your application are not acceptable بس انت لو عندك papers patent منشورة قدمها مش تخصية طبعا هنا بقى حتة دي مهمة سانية واحدة او تحط او الفيكيشن دي لو عند جوجل patent او verified rpc يعني يعني لو قدمت عيسر حاجة عندك فحاولت تجيب لهم لينك وصلوا بيها يفريفايوا ان الحاجة دي حقيقية بالظبط في بقى هنا حاجة I have been recognized for my work outside of my immediate occupation that contribute to ماشي انا عملت حاجة بره ايه بقى هما دول بقى بقى لك الday to day انت انجلش activity انك انت اكزامبل ممكن يكون ايه ما اقول لك open source project تحت اه بس خباك منتورينج يعني في واحد ممكن يكون مثلا والله عنده عمل منتورينج على موقع منتورينج شاب الناس اسمه حل ممكن تحطم كده بيطلعك عدد الساعات وعدد الناس انت عملتها منتورشاب ممكن تدوم حاجة زي كده لو انت عملت organizing the group of interest group مثلا facebook group او او حاجة مشهورة معروفة كده او عملت ميتاب مثلا هنا احد ال teaching at university about splitting clubs or societies دي برضو حاجة مهمة جدا ممكن تحطها زي اني سال اللي بتعمل ميتاب في مصر بتاعت السوفتوير والحاجة دي اعتقد دي اه دي بقى حيطة مهمة ده انا لصلا كنت يعني الحاجة دي كل ده يعني حاسة الحاجة دي كانت مهمة بقى هو بيقلك بقى من الاخر بقى عندك open source contribution github project based الكلام ده stack overflow اهو فكان موضعك ان انا كنت عايز انا انا ليه عمل stack overflow انا حضرت مدة سنة او قبلها عشان احضر الكلام ده stack overflow flow كنت عامله عشان optional case دي ويتلوم ان انا طبع مش significant stack overflow لازم تشوف ايه يعني انا كنت دايما بحرس ان انا كل يعني stack overflow ده قبل شات جيبتي يعني كنت كل شهر لازم اخش ان شاء الله ارد على حد يعني ايه وحاول اساعد واعد افضل وراء لغاية تقوله كه تمام انت كده فهمت اللي جابة عجبك لو عجبك اعمل اه عافيك في نفس قبل 13 يعني يعني خلاص يبقى يعني عامل حاجة زي كده والcertificates تاعة continuous learning والكلام ده حوار من حد يكون عنده حاجة كو ما قدمهاش وما ياخدش النقط دي يعني points في ايه ده كان بواحد مسلا عمل تيك توك او conference بيسبيك على significant مش عاييف وشيب او مش عاييف conference ده بقى بيديك تفاصيل عنده عنده at least كم تنديد يعني بشيك من الكلام ده امهم من احنا عنده داتي ان كده شوف الconference والكلام ده بغض مفيد يعني نفترض ويجيبلوهم على فكرة يعني انا جبتو لهم انا بجيبتوهم بغض evidence في الحتة دي ويجبتو لهم لتر من الكم منظم ده والفيديو اللي كان بتصوير فيه بتاعة ده هو توصوها كمان يعني انا كنت بحول ان انا بص متكذبش يعني عمالت في الحقيقة بس يعني نزيبش حضر في الحتة دي تعم طيب في ايه تاني انا بس اعايز يعني خلص بقى الحتة دي بقى يعني بصوا يعني انا بس يعني mentoring at university ده برضو ممكن تبص عليها هو ايه وشكله الحاجات اللي ممكن تبص عليها عشان الوقت بس انا عايز بحيث كده لو بيدوا من كل حاجة ازاي تعمل significant technical commercial entrepreneur انا فيه بس حتة اللي عايز اوصل لها بتاعت ال certificates بس انا بس عايز اجيها فين continuous learning بس مش لقي ايه انا عايز اجيبها دي بعض اللي قلنا دي حتة بتاعت research اللي انا ك ms مش لقيها كيف هي انت بتاعت انك انت لو معاك certificates تقدمها وتحط الانكاب بتاعتها اعتقد في option فانت يعني لو انت عندك دلوقتي جيت hub project او contribution وعندك stock off flow وعندك event بتتكلم فيها وعندك certificate بتشتغل عليها وعندك مقالب بتنشرها وعندك letters او او اتنين من حاجات evidence ان انا جوه الشركة انا بعمل ل ال برا الشركة انا مفيد للمجتمع البريطاني بشكل اه بس حتى كده خير يعني انك انت خباك هم بيعودوا يعديوا في الكواتي بتاعة بكل الفاتح يعني انا بيعودوا كما انا عايف ان في حاجات قلبتها يعني بس الناس حتى تقلق كمدا عشان وقت فيديو اعطولنا جدا اه بس اعطيتها في تفاصيل زي نزوم نتكلم عليه هنا هو تمام يعني احنا اللي عدينا عليه بتاعة بتاعك والابليكيشن متقسم ان هو و اعتقد ممكن نخش بقى على يعني مش عايزين نطبع حرف بوينت واحدة هي كده خلاص كده اعتقد هي دي الحتة اللي احنا كدنا فيها خلاص ما اعتقدش في حاجة تانية هنا احنا بس كنا قلنا نقطة عدنا بسرعة لو انت معك اي حاجة من الجوائز دي اعتقد مش محتاج اصلا انت مش محتاج خلاص احنا هما اليوم شرف انك موجود معهم يعني طبعا اعتقد سألت روح كانت يعني بس مش عايز تاني كده احنا احنا كده خلاص تفاصيل الابليكيشن قلصنا الاندورسمنت وقدمنا لتكنيشن ما بيرده علينا وفقوا بعد ثمان اسابيع في عندك اول هما يوافقوا على قصة الاندورسمنت ما بيدكش انت هتطبع بس الاميل اللي رعالو لك وانك ما روش لازمة هو بيبيت الحكومة بصراحة يعني في الحاجات دي الحكومة متوصية في الاتوميشن يعني وما بيعاته الحكومة ساعتها تقوم الابليكيشن تقدم الفيزا كأنك بتقدم من اول مرة عادي بتروح هناك بيديك ساعتك كارت بعدها تفضيها وخلاص بتاخد البصمات زي ما بتقدم على الفيزا عادي سياحة او مرة فانت هتاخد الموافقة هتقدم على الفيزا مش هتاخد هيوم ما بيبعطه للحكومة اوتوماتيك فانت عديت الاندورسمنت كله تمام هتقدم على الفيزا وخلاص الموضوع خلصان بعد جدا فهي الموضوع كله انك تعدي الستاب بتاع تيكنيشن وانه هما يقولو لك انت تمام طيب ايفه يدقلوك لأ الله يعني معلش بيقولو لأ لي اه اه بلأ يعني بيقولو اه بس اه بس مش ديسيل دا مش يعني يعني في واحد صدريك عارفه كويس جدا يعني جدا يعني هو شاهد في سبوك هو ترفض ماشي هو يعني انا ده اللي فهمت منه مش عايز ادعي لنه فهمت قدمت نفس الوقت تاني ويبلوي يعني هو قال لي انا ما عملتش يعني هو بعاتلي البيكيش قال لي طيبا ازود كام سورتيفيك انا اخدهم من جن كورسير ولا حاجة وبتاع يعني مغييرش حاجة كوه في البيكيش انت قدامك تهت اسابيع تقدم قبيل طيبا هو قدم قبيل على نفس واتقبلت والدولو البتاع من تاني ففي اوبشن كده واحد تاني كان بي راجل اه دي حاجة حلوة انت ممكن تقول في رض بتاعك لما تعمل قبيل والله انا شايف ان المحكم اللي حطت الجملة دي لأ ظلمني وانا شايف ان ليه يعني هو بيقول لك ليه انت ترفضت كجملة يعني بيقول لك الافيدنس يعني مثلا بيقول لك انت ما اثبتش انك انت اوصايد الوورك الوورك بتشارك في الكميونيتي طبعا لا لأ لانا بقيت لك كده هو طب انت شفت دي طب المحكم دي ما شافش دي يعني طبعا يعني بصراحة لا ما نايز في توفيق من عند ربنا يعني هو سوي مش فيه هو توفيق من عند ربنا حتما كليا واي حد بيدعي العلم المطلق ان هو يستحقها يعني ف يعني هو هيجامي عند ربنا بس هي حمي في توفيق انت يعني فعلا موضوع ميشي معاك ممكن تيتيسر معاك وممكن الدنيا يعني بقولك نفس الشخص اعرفه شخصية ناس هضريكي بقى يعني مش حد مسلا ما عرفوش في القبيل بيقول لي ما قدمتش حالة جديدة نفس يعني يعني حتى قدم يا مؤمن قدم قدم قدمتشها جديد يعني يعني في المرة التانية اتفضت في 2019 او اه ريارت خيارتها خالص قدمتشها جديدة وعملت وكانت شانع اليوتيوب كنتش مقدمة قدمتها حتى الليتر في الليتر انا ختمة ارتهاش يعني في الليتر النسبة اعتها لي هي كي كويسة بس اكتش فل استاندار ده ما ارتهاش يعني تبقى تخيل ده الوقت يا لعب ايت بتحضر المقصد ان وما عادة كنت ممكن اعترفة داعتي مش شانا جامد يعني هي ممكن سابعة لحد يطلع يبين انا جامد بقى انا بقول للنسب والله موضوع يعني طبعا ربنا رفعك كده كده هو ربنا رفعك خير ثم الحاجة انت اخذت الاسباب حاجة الاخيرة انك انت ايه برضو ممكن يكتوع في ايدك واحد يعني حنبالي يعني فاهم هو لا انا عايز انا عايز اقالي من احمد زبويل مش هنجيبه انجلت وكنا ندخل الجنة يا خي فاهم فلا طبعا يعني الموضوع ده مش منفاق فاهم ده فيه طب افض الترفط خلص بقى يعني عملت قبيل وطفطت في القبيل خلال عادي جدا ممكن تقدم عاطوب بعد عاطوب لموناسبة حتى يعني كان فيه اول مش هفه عاملين فضلك مفيش فضلك بس هو مش المنطق يعني اخد رأي اخد رأي ناس اكتر في الهاتف مش خد بقى مش خد اه بصبت هتلاقي دهات يقول لك والله انا مش مقتنع بجد حب بتاعك خلاص انا هعب بقى والله هعمل فعلا هشوب بقى يعني انا فكر فيه شاب من الشباب بلسة اخير قريب فرحت له جدا هو كان عامل ما شاء الله في كوبانيت الوبن سورس تعمل في هجم انا حقا زي كده انا مش عامل انا جاهل في الموضوع فمع فهمش بسواء يعني باد اعمل حاجة رائعة يعني فهو قد في الفجر بتاعه انا ياسف يعني كانت شخطتها يعني كانت شخطتها يعني هو قد حط حاجة تاني جامدة وترفض من اول مرة ماشي وعاديين بندردش كده اه وخاص هو لقى القبيل كان هيقدم نفس طب بتاعه تفكر كده ايه حاجة تاهم كنت تقدمها ماشي وكان نازل حاجة زي الوقت فكر اعملت شوية هو بيقول ده يا جماعة هو بيقول انا بس ليه زكاة المسال ده عشانا بقضى حاجة معينة هو كان عامل ايه هو لقى بج ممكن تؤدي في كسف معينة يعني تعديله في القود يتخط حاجة بسير جدا هو بيقول لي يعني حد كده يعني ما عطقتش حد يبص عايي فهمها يعني لا يا حبيبي يعني انت بيستخدمه طبعا نكتبها طبعا ما عرف انت ايه بقى دينكت انستايل بقى احنا اعملت بفكس ايشو ممكن تؤدي الكواياس في المشروع بيستخدمه كم شركة عمستوى العالم مش عارف بكم مليون ايه بقى دي بقى دي بقى اوه دي حبركة بقى دي بقى حبركتنا بقى يعني ده اللي بقى اخذ رأي حد تاني يساعدك تبص ازاي تكتب الحاجة بس انت او مش قد تطلع لي معلومات من حاجات دي ما انا مش هاختريع لك يعني فهم يعني انت اهدت المعلومة واحنا نزبط سيغيتها اه يعني في ناس انا ترفض اخذت وقت بس احاول طب اغاية استرادش بقى يعني محتاج مسلا ازود جيت راب تي ازود ستاكو افلو اخذ مسلا او جوجل او ايجر اشوف بتاعي ينفع مسلا في المشاركو تشغال فيه ينفع حد ازود نفسي واحاول اجوب يونت الحتة دي فهم ولازم نزبطاك بقى دي بقى حتة تكامل الدكومنت ان كل الحاجة بتخدم على التاني اوكي اعتقد ان احنا يعني كلها فكده باختصار احنا مش باختصار احنا طولنا احنا كده اعتقد ان الناس هيغم عليهم من الفيديو طويل اه لا لا باختصار اللي احنا عملناه في الفيديو ده ان احنا اتكلمنا على نوع فيزا ممكن يساعد الشخص يكون يكون مستريح نفسيا اكتر مش محتمل على الشركة ياخد الاقامة دايما في فوقت اصر وعدينا ان هي او ما ياخدش دايما في فوقت اصر ياخد اه ماشي في حتة نصنة اولا انت ممكن تقدم على فهو يقولك لا انا شايف حلو مش مشكلة انت ما زلت هتاخدها وهتاخد الكلام ده يعني برضو يعني برضو حاجة حلوة يعني في واحد مثلا اه انا ما عرفش حد بس واحد مثلا مثال يعني اه حد اقدم على فاخد يعني يعني ممكن اعبيه لو شايف ان هو تظلم بس اصد مش مشكلة يعني يعني بصراحة انا بأكد كلمة يعني يعني كلمة كبيرة قوي على وصف حاجة سند هي مش كده خالص يعني يعني كلهم افج محمد خالص يعني في مصر يعني اوكي فعن مثلا هي حلو ان احنا عرفنا ان دي حاجة احنا كلمنا من تيك سايت وكلمنا ان هي دي حاجة للناس يمال في انجلترا وعايزين يحسنوا الووركين كونتيشنز بجاعتهم ان هما يبقوا على او ان هما يشتغلوا او ان هو يبقى شخص برا انجلترا وعايز يجي يشتغل في شركات في انجلترا او مثلا من الشركات اللي بتعملش سبونسورشيب او ان هو يجي ويشتغل او يبقى او يبقى شغال مع شركات برا انجلترا بس يدفع درايب هنا يبقى عايش هنا من الاخر هو عايزها اقامة اه فدي اوشن يعني الشخص اللي عايز يجي يعيش هنا وكلمنا عن من اللي متاح له ده وزي بيتم تقييمها من وعدينا على اللي هي اللي احنا منهدم عليها وعدينا على وتكلمنا مش كل حاجة ذكرناها برضو وطبعا يعني احنا احنا تشوف تقول نرد ايه بس احنا يعني كمان في حاجات تتفهينكوا دو بنقول ايه انت عادي دي عادي دي انت لو عاد تمسك الدكمس بحتاج وقت اكتر بس احنا بنحاول نجوس يعني ايه الاسئلة ممكن تحاول على المكالمات يعني فهي بعتمجابة بس انت محتاج فعلا تقضى تفصيل ممكن تفصيل ممكن مثل تقول والله انا بدي كيس انا فاكرها كويس بس انا ماكملتش معاه في الديسكاشن بتاعها كان في حد شغال بروتكت مانجر او بروتكت اونا مش هيك سمع ايه وهو يعني في الاول قطوع معلش ساعة انا ندور كده فهو لقى كام حاجة بين السطور وهو قال لي انا رأيت حاجة ممكن اجيب بها فانت خبالك ان كنت ما تقعدش تاخد اونا مش هعرف اجيب حاجة استاكور اجيب بس يعني انا مش هعرف اجيب في حاجة تانية ادور كويس في النوت ويه ممكن نوت مكتوب بصير مختلفة اه احنا على اقل يعني اتكلمنا على ال بزرعة ان اول ما الواحد عايز يقدم لحد ما يوصل الاخر وحطينا خطوط عريضة ودخلنا في شوية عشان يبقى فيه ما يبقاش كلام نظري بس فاعتقد ان لو حد طلع من الفيديو ده ب ويبقى عارف ان هي دي حاجة مناسبة لي ولا ولا ولهو حاب يقدم اللينكس اللي هو يروح لها ويقرفين ويعمل ايه بالظبط دي وشوية تيبس ان تريكس كده من الناس قدمت يعني على البروزيس نفسها فده اعتقد كفير يعني يعني اه اشترك اللي احنا قلناها بالاول ارجع ولها تاني فشكرا جدا يا مصطفى صراحة الحلقة دي يعني مفيدة لي انا اصلا بشكل شخصي جدا ودي حاجة عادنا فترة طويلة نقول عايزين نعملها وكنا مكسلين بس الحمد والله يعني يا رب ان شاء الله تكون بفايدة للناس في مصر وفي الوطن العربي بشكل يا رب جزاك الله خير ويعني يا رب يصل الناس ابوها اللي في الخير ليهم وما اقول حتنا ده بس يعني مش شرط يكون سفر لانجلتر او لأوروبا والامريكا هو في الخير يعني هو كويس يعني في الناس بتحول تحصر النجاح في حاجة واحدة وممكن يكون بخير ان احنا بموجود في بلدنا اين كان وضعها يعني وان ممكن يكون الشر او اللي في ابتلاع كبير موجود في بلدي وانا مش هدف في الفيديو ده ان انا اشجع النساء الصف نظر بس احنا لو شخص اصلا اخد قرار وعامل حساباته من ناحية فاحنا بنقدم الوشن ده عشان انت حاصلا حكيتلي ان الجنسيات التانية بياخدوا الفيزا دي اكتر اه دي احنا احنا كنا انها بيكون نكرم فيها ان فعلا من ضمن الحاجات اللي انا واصدقائي هنا مصورين اللي احزناها ان احنا احنا كنا في فيزا يعني وان غالبات بياخدوا قدموا على الفيزا دي ومجنسيات تانية وغالبات اخوان الهين ودود باكستان والبانكريتش كتير وبرازلين يعني حتى فيها حصائية يعني ما شاء الله واخدين نسبة كبيرة منها يعني يعني لو احنا تبا حاجة معروفة للناس اللي هنا ان شاء الله شكرا جدا على حسن استماعكو البطء الاخترى الكامل الاخر ونشوفكو على خير في حلقة تانية ان شاء الله ان شاء الله سلام